أكبر عامل مسبب أو مرتبط بالإصابة بالسرطان هو التقدم في العمر نشوف عند النساء اللي عندهم سرطان راح لنسبة كبيرة منهم هم نساء سمينات وجود السرطان ليس بالضرورة يعني أنه علاجه كيماوي وعلاجه معقد ممكن في علاجات بسيطة له 99% من الحالات يمكن تفاديها الحرمة اللي عمرت الفرنسية توقع أمرها 117 سنة كانت تدخل إلى كانت دخل إلى أن ماتت يمكن وأكلها عادي وهي أكثر واحدة معمرة يعني هاي أكبر من أكبر المغالطات اللي عند الناس لما نطلع على المعمرين أنه نطلع على أسلوب حياتهم عند النساء المعمرات نسبة التدخين أعلى من الطبيعي من المعدل كزي فمعنى أنت تدخين صحي معنى أنت تدخين صحي صحي أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة ما حنتكلم كيف تطول عمرك مو أشاناً غير مهمة وغير ممكن لكن لأن هذا الموضوع أهم وهذا الموضوع في يدنا نتحكم فيه هو كيف تعيش عمرك بأفضل صحة حتى مع تقدمك في السن فللعيش حياة صحية أطول فترة ممكنة فيه حاجتين ركزة لها السركيات اللقائية اللي تقينا من الأمراض القاتلة والشيخوخة فمن هذه السركيات التغذية ونوع الأكل والرياضة وتحديد أنواع الرياضات اللي تساعد في الوقاية من هذه الأمراض وكذلك المكملات الغذائية لضيفي وضع دليلاً شاملاً لها رغم أنه يشوفها أو يشوف أثرها قليل مقارنة بالأكل والرياضة والنوم وبعد السركيات واللقاية نتكلم عن الثاني اللي هو الأمراض نفسها هذه الأمراض اللي تسبب الوفيات لمعظم البشرية فالناس تموت بالدرجة الأولى من أمراض القلب وشرايين ومن ثم السرطان وبعدها الأمراض الأيضية فما هي أمراض القلب وما هي أسبابه ومتى يكون التدخل سلوكي أو دوائي والأهم كيف أكشف عنه وأعرف أن عندي هذه الأمراض في أقرب وقت ممكن وكذلك السرطان اللي أهم شيء أهم شيء هو يعني ممكن يخلي الوفيات تقل أن نكشف بدري الكشف مبكرا يخلي معظم الحالات السرطانية قابلة للشفاء منه بشكل سهل ودائما يرتبط الكبر في السن مع الخراف والزهايمر فكيف نتعامل مع الأمراض العصبية هذه الحلقة مهمة لكل أحد دون استثناء هذه الحلقة مع ضيفي الدكتور آدم بطاينة طبيب مختص بالأمراض الباطنية والأورام ومهتم بأمراض الشيخوخة قبل أن نبدأ تهتم ثمانية بإنتاج محتوى متنوع هذا المحتوى يؤثر في حياتك ويضيف لمعارفك ومن أشكال هذا المحتوى النشرات البريدية أنتجنا في ثمانية حتى الآن نشرات في مجالات متنوعة يعمل على كل نشرة فريق شغوف مهمة أنه يكتب لك محتوى مثري وممتع ومجاني وهدفه أنك تبقى على التلاع بالمجال اللي يهمك فمثلا تلقى نشرة سينمائية للأفلام ونشرة إلخ للكتب ونشرة أها اليومية اللي تحاول أنها تقدم بديل صحي لتصفح العشوائي على الإنترنت أو نشرة فنجان أفضل نشرة بريدية وبقية النشرات لتطلع على وصف كل نشرة في الرابط الموجود في وصف هذه الحلقة وقبل البداية الشكر لراعي الحلقة شركة صفا ومنصة سلة أما الآن لنبدأ في حلقة سويتها ومعارف يقول غيرت حياته قل لك عليها حلقة حكالي عن عمار أيوة حكالي صح صح حكالي تتفق معاه؟ مع أنه يعني ما حضرت الحلقة كاملة بس عمار بشكل عام يعني كنت أتفق معاه أكثر زمان بس قل اتفاقي معاه مع الوقت كثير ما أتفق معاه يعني هو بتعرف فيه يعني الناس اللي بيمشوا على الكيتو دايت بحس يعني لازم يكون فيه مسمة للناس اللي مشت على كيتو دايت وخرجت من الجانب الآخر لأنه ما بترجع نفس الشخص اللي قبل ما تدخل بالكيتو دايت يعني قزي بتصير يعني عندك وعي أكثر عن هذا الموضوع بس بتصير يعني عادي تأكل كاربوهيدرات وتأكل سكر بس بصير عندك وعي أكثر عن الموضوع بس يعني بحس يعني هاي شغلة منيحة يعني منيح أن واحد يجرب الكيتو دايت ويدخل بهذا العالم شوي بعدين يخرج من الجهة الأخرى متوازن أكثر بس عمار ما لا علاقة بالكيتو ترى يعني عمار فكرة أنك تأكل طبيعي فقط يعني هذا إذا بلخص كل اللي يقوله أنه ما أدريش تبغى تأكل تبغى تأكل كثير تبغى تأكل قليل موضوع ما يخصني يعني كيفك بس أنا أبغاك تأكل كل شي طبيعي لا تأكل ولا أي شي مصنع أو مكرر هذه فكرة البساطة يعني تبدو من الملح إلى السكر يعني كل شيء هذي مطلوب أي شيء مطبيعي لا تأكل وحس أن تتفق معه يعني آه أكيد لا أكيد تتفق معه يعني آه 100% أنا علمي أكثر من النوع مش علمي يعني أنا قزي أنا بحب أكون أكثر يعني كم نسبة البروتيت كم نسبة الكذا بحب أحطيك قواعد وبروتوكولات يعني جزء منها يمكن يعني بش كثير عملي بس جزء منها هو بس اهتمام يعني كيف الواحد بس يهتم بشغلي معين بصير يارف كل تفاصيل يعني يمكن هيك بس يعني طبعا فيه برضو فيصل سعود فيصل يهمة ما يهمة البروتين يهمة البروتين بس يهمة تقلل سعراتك الحرارية إيش تاكل ما يهمة وتاكل آيس كرينت وتاكل كبسة تبقى بورجر اللي تبقى أتفق معه أكثر شوية تتفق أكثر آه لأنه وهاي الشغلة غيرت رأيي عنها يعني مؤخرا خلينا نحكي خلال آخر كم سنة أهمية السعرات الحرارية لأن تقريبا المحصل النهائي لكل الدايت هي تحكم بسعرات حرارية مع نوعية جيدة من الأكل فأتفق أكثر مع فيصل فيصل يعني فيصل أسهل بس أني أحس أنه مو صحي أم ولا يعني أعتقد أنه هي ثلاث أشياء ممكن تتحكم فيها نوعية الأكل كمية الأكل ووقت تناور الطعام فبالآخر يمكن أهم شغل الكمية بعدين النوعية بعدين وقت تناور الطعام فبس ثلاث أشياء مهمين النوعية هي زي ما حكينا الأشياء الطبيعية وكمية البروتين العالية الكمية بالآخر مهمة كثير وبعدين وقت تناور الطعام يعني يمكن إله دور توقعتك أنكم رح تتفق معها لأنها فيصل يهم أنك تقلل السمنة وهذا هدف واضح بالنسبة له بس يمكن على المدى البعيد وعلى صحة المجتمع أكثر ضررا فكرة أنك تأخذ أشياء صحية ومش طبيعية أو حتى برضه مشربات الغازية وغيره بس أيهما أقرب لأنك أنت ما بين الثنين مين الأفضل بالنسبة لإطالة العمر يعني أحسن هذا اللي يهمك أنت ما يهمك إذا أنا متين ولا لا ما يهمك إذا أكو طبيعي ولا لا يهمك أنه التغذية وأثرها على الشيخ وخاص يعني بالنسبة لإطالة العمر شغلة تحديد السعرات هي كانت أول تدخل طبي خلينا نحكي أو مخبري شافوا الخبراء أو الباحثين بطيل عمر الفئران يعني بعش هذا القصة صحيحة بس هي بحكي لك أنه بالعشرينات من القرن الماضي كان في باحث عنده فئران وكان عنده نقص بالأغذية تبعة الفئران فقرر يعمل تجربة مجموعة أعطاها قلة للسعرات الحرارية عن حاجتها والمجموعة الأخرى أعطاها خلها تأكل فريلي تأكل مثل ما بدها المجموعة اللي أكلت أقل عاشت أطول وهذا كان أول تدخل علمي يعني بطيل عمر الكائنات في ناس المضادين لهذه الفكرة بيحكوا أنه أولاً هي تجربة خطأ لأنه الناس لأنه هي المجموعة هاي أكلت زيادة وهاي أكلت طبيعي فيمكن بس يعني هذا الأشي مشابه لحالة الإنسان يعني احنا معظمنا بيأكل كتير وتقليل للسعرات هو يمكن الأشيء الطبيعي أكثر بس آفة الكالوري ريستركشن يعني 100% بيطيل عمر الكائنات وبيقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة 100% يعني هاي شغلة مثبتة طيب نخذ التغذية بشكل أكبر بس الآن وش اللي نبغى من الحلقة هل اللي أنت بغى أنه يزيد عمر الإنسان يطائرة عمر الإنسان ولا أنه يكون يعيش فترة أطول بصحة أفضل أنا الشغلة اللي أنا مهتم فيها هي إيش الأشياء اللي ممكن نعملها اليوم لنقلل من نسبة إصابتنا بالأمراض المزمنة والأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر مستقبلا وهذا الأشي يعني بيتضمن كيف نقيص خطر إصابتنا بهاي الأمراض مستقبلا وإيش الأشياء التدخلات اللي ممكن نعملها لنقلل نسبة إصابتنا بهذه الأمراض مستقبلاً طبعاً جزء منها التغذية والرياضة والأشياء هاي بس فيه جزء يمكن يعني أهم أو يعني بنفس قدر الأهمية هي التدخلات الطبية مثل الأدوية الفحوصات الطبية اللي بنعملها فهذا الجانب الآن كتير مهتم فيه وأكثر حتى من التغذية والرياضة لأنه هاي تقريباً أساسيات يعني كلنا بنعرفها بس فيه أشياء كتير يعني مهمة غيرها مش كتير معروفة عند الناس بس لها أتوقع أن هذه مهمة كتير يعرفونها وتوتر يعني أحس هذه توترني أكثر من التدخل الطبي لأن التدخل الطبي خلاص أنا بروح لك وأنت تشوف شغلك هنا أنت بغاني هنا نشوف شغلي وهذه طبيعة حياتي أتوقع أثر يعني نمط الحياة حقي أنا اللي بتحكم فيه وهو اللي بيأثر بس تعكيت أنا بروح لك ولكن هون في مشكلة أنه الناس ما بتروح للطبيب غير لما يصير عندها مشكلة ومعظم الأمراض المتعلقة بالتقدم بالعمر الأمراض القلب الأمراض الأيضية بتبدأ كتغيرات بسيطة بالعشرينات والثلاثينات وبتتراكم مع العمر بعدين تظهر على شكل أمراض في الخمسينات والستينات والسبينات يعني هذا الشكل الطبيعي لتطورها فمثلا يعني الناس اللي في العشرينات والثلاثينات لما يتوفوا في حادث سيارة مثلاً إذا ومنشرح أجسامهم بتشوف بشرايينهم تغيرات بداية لمثلاً تصلوا بالشرايين اللي بتراكم مع الوقت وبيؤدي لأمراض القلب اللي هو المسبب لأول للوفاء العالمية فهي التغيرات بتبدأ بعمر صغير فعشانيك مهم إنه نعرف أحنا وين ومهم إنه تبدأ التدخلات الطبية أنا برأيي مبكراً يعني بس دي لنا صعب يعني إذا يعني إيش تواني سوي يعني كيف أعرف إن الشرايين عندي تمام أروح الفحصات أبتكر تعمل الفحصات بس ليش أروح الفحصة هنا في العشرينات ما جاني شيئاً أه بس أي ناس ما تتعب تروح المستشفى أه بس مش شرط تروح المستشفى أولاً ثانياً هي الفكرة أنه يعني تبدأ من عمر مبكر يعني يمكن عشرينات ما رح يكون عندك مشاكل بس في الثلاثينات المفروض واحد يبلش يفكر بهاي الطريقة إنه يعرف أول شي البيسلين تبعه وين الأساس تبعك وين لأنه في ناس عندهم استعداد جيني مثلاً لارتفاع الكوليسترول مثلاً هل الشي بيبدأ في العشرينات بيبدأ ويكون موجود عنده في الثلاثينات فحلو إنه الواحد يعرف إنه عنده هاي المشكلة من عمر البكير عشان يحلها مبكراً بس حتى الناس اللي ما عندهم مشاكل جينية بالآخر رحنا كلنا رح ننصاب بأمراض القلب كلنا رح ننصاب بنوع من أنواع المشاكل الأيضية مع التقدم في العمر وبالآخر رح ننموت من إحدى هاي الأسباب كلنا؟ يعني الغالبية العظمى رح نموت إما من أمراض القلب والشرعين التسرطان الأمراض الأيضية الأيضية اللي هو مثل سكري سكري عادة هاي الأمراض بتأدي للأمراض الأخرى اللي ما يحكي عنها اللي يعني بتزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرعين وكمان الأمراض العصبية أمراض الدماغ الفشل الكلوي أمراض الرئوية المزمنة يعني هاي كلها أسباب الوفاء اللي بتغطي يمكن تسعين بالمية من حالات الوفاء وانت بالترتيب اللي قلت اللي هو أمراض القلب هي أكثر شيء أكثر شيء تؤدي للوفاء؟ نعم توقع السرطان لا أمراض القلب والمهم هون أنه أمراض القلب والأمراض الأيضية ومرتبطين ببعضهم بيبدأوا بعمر مبكر جدا بالعشرينات والثلاثينات بتبدأ تليورات شوي شوي تتراكم طيب يلوبة أجل الحين العشرينات والثلاثينات أوكي الآن يعني كيف أعرف أن حياتي سيئة أو جيدة وش اللي مفصد المية سويه الآن؟ أنت بالعشرينات؟ نعم أنا في الثلاثينات يلا شوت قل لي صدق لنا يخوف يعني مثلا أن واحد من الأصدقاء في الثلاثينات يعني توقع أنها كبر مني بسنة وصل مني بسنة وجتها جلطة يعني جلطة خفيفة الحمد لله أنها عدت يعني بس في الدماغ فما أعرف يعني هو صحة طيبة يعني صدق يعني ما تقدر تشوف أي شيء فنحن نخايف يعني في الله طمد يعني قل لي إيش يسوي يعني أول شيء الواحد يبدأ يطلع على مؤشرات اللياقة البدنية اللي هي اللي هي بنبدأ بالأساس اللي هو مثلا الوزن الوزن بالنسبة للطول اللي هو مؤشر كتلة الجسم هاي أساسيات بعدين ممكن يعني نطلع أكثر شوي على بعمض فهذه مفترض أنها تكون إيش يعني مفروض مؤشر كتلة الجسم عادة أقل من 25 من 18 إلى 25 هو المكان الطبيعي ولكن المشكلة بالوزن إنه بيتضمن كل يعني كل الأنسجة في جسمك الدهون والعضلات ف عشانك لازم نطلع يعني على إشي ثاني اللي هو نسبة الدهون في الجسم نسبة الدهون في الجسم مع كتلة الجسم تعطيك صورة أوضح فلأنه أحنا من المؤشر كتلة الجسم تبعنا يكون أقل من 25 ولكن برضه بدنا الكتلة العضلية تكون مرتفعة ونسبة الدهون تكون منخفضة يعني بتختلف بين النساء والرجال وكمان نظرة أعمق في أنواع مختلفة من الدهون في دهون ما تحت الجلد ودهون الحشوية الدهون الحشوية هي الأخطر هي الدهون اللي بتكون بين الأعضاء بتكون داخلة بين الخلايا إنما تطلع على شخص عنده دهون حشوية مرتفعة بتطلع على مقطع من العضلات تبعتهم بكون فيه دهون داخلة بين الخلايا العضلية داخلة بين الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس هذا الشيء بيأثر على وظائف هاي الأعضاء فوزن نسبة الدهون أنواع الدهون الحشوية غير حشوية والدهون الحشوية هون يعني بدي أحكي عنها شوي بدي أحكي شوي عن الأمراض الأيضية لأنها كثير مهمة يعني مثلا عملوا دراسة للناس البدينين والناس النحيفين ووزعوهم بين وزن زائد مع دهون حشوية وزن زائد بدون دهون حشوية وزن منخفض مع دهون حشوية مرتفعة وزن منخفض بدون دهون حشوية وشافوا أنه نسبة الأمراض بتزيد مع الدهون الحشوية المرتفعة بغض النظر عن الوزن يعني الشخص النحيف وعنده دهون حشوية مرتفعة مع أنه وزنه طبيعي ومؤشر كتلة الجسم أقل من 25 عشرين بس كانتهم نسبة الأمراض أعلى من الناس الوزنهم مرتفعة بس ما عندهم دهون حشوية فهذا الشي بفرجيك إنه بس الوزن الحاله مش الصورة الكاملة يعني يبدو الموضوع معقد تقعت إذا هون حيف ما عنده الدهون حشوية الدهون حشوية شلون هل هي مسألة جينية ولا مسألة تغذوية يعني هي مسألة جينية عند بعض الناس بس برضو هي متعلقة بإذا عندك كتلة كتلة عضلية ملخفضة مثلاً ما بتمارس الرياضة وممكن يتجمع عندك دهون بس بدون ما يكون عندك مؤشر كتلة الجسم عالي اللي هم يعني أحياناً بسموهم سكينيفات بتشوف ناس يعني واضح عليه أنه عنده دهون عالية بس يمكن يعني وزنه بشكل عام مش زائد وتخلص منها بنوع معين من الرياضة ولا تخلص منها عادة يعني بدك تعمل ريكمبزيشن للجسم تعيد الأجزاء المختلفة من الجسم تعيد بناءها فبدك تزيد الكتلة العضلية وتقلل للدهون عن طريق أنه رفع البروتين وزيادة موارسة الرياضات مثل الرياضات القوة أو المقاومة هالشي برفع الكتلة العضلية وبقلل نسبة للدهون فلا بد أن يكون جزء منها تغدوي بس برضه جزء كبير منها رياضي كفكسف يعني بهذه الدقة هل هو هذا الجهاز اللي في الأندية اللي تمسكه هذا بيعمل بيستخدم تكنولوجيا اسمها البيوالكتر اليمبيدنس يعني تيار كهربائي بدخل في جسمك ويحلل بطريقة معينة بس ما بيعطيك الجولد ستاندرد مش هذا الفحص الجولد ستاندرد هو فحص منسميه دكسا سكان اللي هو فحص بيستخدم الأشعة نفس أشعة صورة الأشعة للصدر مثلا بس بيعطيك دوس صغير جبعة صغيرة من الأشعة تيبشي على كل جسمك و بيستطيع الجهاز يعطيك نسبة الدهون بدقة أعلى ونسبة الدهون الحشوية فهذا الفحص اللي أنا بأعمله مع بعض المرضى بس فحص ال-in-body أو ال-biological impedance اللي حكيت عنه في أجهزة منه يعني دقتها أعلى شوي من الأجهزة الموجودة عادة بالأندي الرياضية فممكن ممكن تستخدم كبديل من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة فالحن عندنا الدهون بالمناسبة احنا هون عم نحكي بس عن المؤشرات اللي أقل بدنية ولسه ما خلصناها يعني لسه في شيئا ممكن نعملها يعني فحصات دم فحصات أخرى فإحنا لسه نبس بالبداية واضح أن الموضوع معقد يعني صدقة يعني هل إحنا بنتكلم اليوم عن موضوع الناس تقدير تسويه ولا هو فعلا معقد بهذا الشكل عشان نعرف يعني الآن قبل شيء بس انت فتحت بس تبويبة صغيرة ودخلنا فيها وشعرت بتعقيدها وهذا وباقي إحنا بس لمسنا يعني 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 هو الموضوع يعني بساطة بساطة ممكن نحكي هو لازم نحافظ على وزن جيد ونلعب رياضة بس بس يعني يمكن أنا بحب أعقد الأمور الزيادة لأنه أنا مهتم فيها بس في ناس مهتمين أنه يعرفوا التفاصيل لا لا نبقى نعرف التفاصيل سودي يعرف أنا اللي عم بحكي عنه هو يعني خلينا نحكي الحالة الأفضل مقابل الحالة الطبيعية الحالة الطبيعية هو ممكن أنك بس تحافظ على وزن جيد بس إذا حابب تاخذك ستاب أخرى يعني كمان خطوة حابب جد تعرف وين أنت بالنسبة للصحة العامة أنا بنصح أنه الواحد ياخذ هاي الخطوات فحكينا عن نسبة الدهن الجسم ومؤشرات الوزن بعدين ممكن نتطلع على مؤشرات اللاقة البدنية الأخرى مثل المرونة الثبات والتوازن الحركة الوظيفية أو التنقل الوظيفي اللي هو الموبيلتي مالشوش؟ يعني هاي عادة تمرين بتعملها مع المدرب الرياضي ففي حركات معينة يعني حلو الواحد يقدر يعملها حركات يعني وكيف الواحد بمرن هاي الشوية عن طريق تمرين المرونة تمرين التوازن هاي من الأشياء المهمة لشوي ليش؟ لأنه أول شيء مع العمر بيقل بيقل المرونة تبعتنا بيقل قدرتنا على الثبات والتوازن وهذا الأشي بيأدي لإيش؟ للإصابات من الأشياء اللي يعني الناس كلها بتعرفها بعد ما يكبروا شوي بالعمر بيبالش الواحد يحس بألام ألام ركبة ألام ظهر مش عارف شو وجزء كبير من الإصابات هو لأنه الثبات تبعنا منخفض المرونة تبعتنا منخفضة التنقل والوظيفي تبعنا ما منمرنه يعني فيه دراسة على الرياضيين وشافوا أنه إيش التمرين الرياضية المتعلق اللي بتقلل نسب الإصابة فكان أول تمرين هو الإحماء الحركي ما قبل التمرين بعدين كانت التمرين المرونة والبالنس الثبات والتوازن هالأشياء بتقلل من الإصابات عشانك مهمة أنه يعني نفحصها ونشوف أحنا وين فيها وبعدين نحسنها عن طريق التمرين طيب دامنا ندخل في التمرين هل الأكثر أهمية للإنسان على المدى البعيد وعشان يعيش بصحة طيبة إذا كبر في السن أنه يبني كتلة عضلية أو أنه يكون عندها لياقة عالية كمان شغلتين ما حكينا عنهم هي اللاقة القلبية العالية والكتلة العضلية العالية الثنتين مهمين يعني عشان أنت تتعمر بطريقة صحية مش لازم تكون عداء خرافي مش لازم تكون حامل أوزان خرافي مش شرط تكون عندك لاقة عالية أو مثلا مرونة عالية مثل لاعب جنباز بدك تكون متوسط بكل هالأشياء متوسط بالمرونة متوسط بالكتلة العضلية متوسط باللياقة القلبية فكلهم مهمين على نفس القدر لو بختار واحد منهم أيهم أهم هل أني أبني كتلة عضلية فهي اللي بتساعدني أنه ما تجيني ألام أكثر ولا اللياقة القلبية فتقيني من أمراض القلب هلأ يمكن يعني لو نصنفهم اللياقة القلبية على هنا في واحدة من القياسات لللياقة القلبية شي اسمه VO2 Max اللي هو القدرة القصوى على استهلاك الأكسوجين في العضلات وبيعكس القدرة القلبية الرئوية تبعتنا وهلأ منحكي عن كيف ممكن ننقيس أو كيف ممكن نمرنها هالقياس منعمله بالمختور واحد بيركض على ومنقيس استهلاكه للأكسوجين ونعرف وين هو هذا القياس هذا القياس مرتبط بشكل كبير بالتعمير وتقليل خطر لصابب الأمراض المزمنة وخطر الوفاء والحلو مش بس انه يعني VO2 Max المرتفع جيد للصحة اذا بلشت من VO2 Max منخفض و رفعته بزيد يعني الدراسات بتفرجي بتقلل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل كبير فإذا بترفع VO2 Max تبعك اعتقد خمس درجات بتقلل نسبة الوفاء بنسبة خمسين بالمئة تقريباً اللي هو اشي كبير مقارنة بقياسات أخرى للصحة فأعتقد اللياق القلبي هي يعني هم وجود في الساعة في ساعة أبل كيف القياس حقها؟ القياس ساعة أبل هو هو أستيميشن هو بيعطيك تقدير ما مدى يعني مش كثير دقيق ساعة قارمن أنا شفت الدقة تبعتها عالة بالنسبة لل VO2 Max إذا بدك تتعيسه بشكل دقيق جداً لازم هو فحص مخبري يعني بده أجهزة ومعينة بس ساعة أبل منيحة يعني تقدير تصور يعني ممكن ممكن مع أنه شفت فيها مشاكل يعني قارنت بينها وبين الفحص الدقيق يعني كان في شوية اختلاف طيب جاسب تطلع يعني ذكر أنا بشوف المكاسة اللي عندي والجوال بس كيف تقدر ترفع من الياقة القلبية أنني أتذكر أنه كان في المتوسط أو تحت المتوسط ناسي والله ما أقدر تجيب لكم سرعة بس يعني يعني بيقولك أني ألعاب كرة يعني رح نادي يعني ثلاثة إلى أربع مرات في الأسبوع ف يعني ما أعرف أنه الطريقة بسي ممكن الساعة مين دقيقة أفضل طريقة أنك ترفع الـ VO2 ماكسي يعني طريق الرياضة عالية الحدة المتواترة الهت ويمكن أفضل بروتوكول إذا بنا نعمل هيك بروتوكول دقيق اللي أنا بتتبعه هو أربعة بأربعة بأربعة أربع دقائق من الركض أو أنا بس نعمل بسكليت أربع دقائق من الرياضة عالية الحدة بنسبة يعني خلينا نحكي تسعين بالمئة من القدرة تبعك وذا بنا نكون أدق تسعين بالمئة من عدد نبضات القلب القصوى تبعك اللي بنعرفه عن طريق ميتان وعشرين ناقص العمر بعدين تسعين بالمئة منه بنا نوصل هاي الدرجة لمدة أربع دقائق بعدين أربع دقائق بحدة متوسطة اللي هي خمسين لسبعين بالمئة من عدد نبضات القلب القصوى أو القدرة القصوى تبعك أربع أربع بدين منعيد هاي العملية أربع مرات فنكون وصلنا 28 دقيقة أو شي زي وهذا التمرين إذا بتعمله مرة أسبوعيا فقط يعني رح تشوف ارتفاع كبير بالVO2 ماكس تبعك يعني أعتقد شفنا ارتفاع بالنسبة خمس درجات على مدى ست أسابيع فقط من التمرين هاد مرة أسبوعيا أنت بعض الناس بيفرق إذا كان دراجة أو تريدمل سير ما بيفرق أنا بفضل الدراجة بس لأنه يعني بحس التغير بين الترمنين والثاني أقل فأنا بسعمل دراجة وفكرة أنك تجري أو تركيب دراجة على زون 2 المنطقة الثانية آه زون 2 هو تقريبا الحدة المتوسطة فيفضل أنه يعني معظم الرياضة تبعتنا تكون بالزون 2 و20% من الرياضة تكون بالحد العالي فإذا بنعمل مثلا زون 2 حدة متوسطة ثلاث أربع مرات أسبوعيا ووحدة منهم نعمل بعدها هت حالية الحدة يعني يمكن هذا الشيء جيد طبعا هذي موجودة في ساعة أبل برضو يحط ركون في أي منطقة أنت موجود فيها فهذا التمرين بيساعد في زياد في اللياقة القلبية 100% طبعا ما شيء ثاني غير اللياقة القلبية بالنسبة للتمرين حكينا عن كتلة العضلية كتلة العضلية والذي شيء نرفعه عن طريق تناول البروتين بشكل جيد ومعظم الناس لا يتناول البروتين كافي بيختلف إذا بدك تخسر وزن أو بدك تزيد وزن إذا هدفك خسارة الوزن يعني بنصح ببروتين 1.8 لكل كيلو جرام من وزن الجسم إذا بدك تزيد وزنك وبدك تبنية كم؟ 1.8 من جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم فكرة تحسبها؟ أحسب وزن جسمك أضربه ب 1.8 ويطلع لك بعدين أوزحهم على ثلاثة أربعة وجبات يوميا كثير يعني أعلم إذا وزنك الحالي أو وزنك المثالي؟ وزنك الحالي إذا وزنك مرتفع عن إذا مؤشر كتلة الجسم تبعك يعني أعلى من 25 وبالأخص إذا كان أعلى من 30 لا أستعمل وزن المثالي طيب البروتين تأخذه كبودرة وأشياء ثانية أو من الأكل الطبيعي؟ ما بتفرق كثير صراحة بس عادي ممكن تأخذه من البودرة أنا شخصيا بأخذه من الأكل الطبيعي أكثر شي بس ما عندي مشكلة مع المكملات الغذائية البروتينية طيب الآن بالنسبة للأكل يعني مشكلة الأكل مشكلة لأنه ما في أحد يتفق على أي شي حتى في نفس النطاق اللي الحين فيه أنت وفيها اللي هو ديفيد سينكلر بتختلفهم كثير يعني بناءنا اللي عربتها منكم وثنينكم مهتمين بنفس المجال وفيه الناس اللي لما بعلاقة برضو فالأكل دائما موزعج إذا تبغى تنزل وزن كل واحد يفتيك يعني ما في أحد قادر على أن يعطينا شكل مثالي فودي أسألك على كم نقطة خلنا نشوف سيمة قطع كيف تشوف ترى الآن على صحتك للمدى البعيد ما في شيء المتعلق بالصيام المتقطع بحد ذاته يعني مفيد للصحة هو إذا استخدم كأداء لتقليل الصورات الحرارية ممكن يكون مفيد وهذه دراسات عملت يعني منقارن بين الناس اللي عملوا صيام متقطع والناس اللي ما بتعمل صيام متقطع إذا كانت الصورات الحرارية متشابهة النتائج النهائية بتكون متشابهة بسي الناس يقول لك إنه كل ما زاد جسمك بشعور بالجوع كل ما كانت الخلايا تختلف طريقتها في التعامل معها فيفيدك على المدى البعيد فالشعور بالجوع هو الشيء اللي انتبحث عنه أكثر من الصورات الحرارية وكميتها في ناس بتحكي بتحكي بطريقة ميكانيكية اللي هي مثلا آه في عنا مثلا دراسات بتفرجي إنه لما الخلايا تدخل بحالة من الجوع بتزيد بزيد حالة الترميم وبنسميه أوتوفجي بس يعني كلينيكيا أو يعني بالدراسات السريرية على الإنسان ما منشوف نتائج إيجابية يعني بالإنسان بشكل عام يعني هاي المواضيع ممكن بخبريا تكون حقيقية بس لما نعمل الدراسات السريرية الـ ما منشوف نتائج نهائية مختلفة فالمناخ إذا الحين السريرات الحارية كيف الواحد يقيس السريرات الحارية المناسبة للجسم فيه معادلات بيقدر يستعمل هالواحد وبتختلف حسب الواحد إيش هدفه النهائي هل بدي يقلل السريرات الحرارية أو هل بدي يرفعها وحسب قد يعني فيه طرق أكثر دقة بس هي بتحتاج مختبرات فعادة الواحد بس بيستعمل المعادلات المعينة اللي بتعطي بالنسبة لعمرك وبالنسبة لوزنك قد أنت السريرات الحرارية اللي بتحتاجها ووش هذه المعادلات البسيطة مش حافظها تدور عليها أولاين بتلاقي طيب الحين أنا عرفت مثلا أني أفرض 1689 الحرارية فأني أنا أحافظ على الحد الأدنى هذا أو الحد المثالي هو شي اللي أنت بغاني أوصل فأنا أوصل لهذا الحد المثالي للسريرات الحرارية اليومية ولا الأفضل الصحة أني أقلل شوية عنها عادة يعني بشكل عام بأنصرح أنه تقلل شوية لأنه عادة نحن نعمل للسريرات الحرارية اللي بناخذها فحاول تستهدف أقل بشوية من اللي بتحتاجه وثاني شي معظم الناس بيحتاجوا يخسروا شوية وزن بس إذا بدك تزيد وزنك لا يمكن لازم ترفع حسب الشخص وعلى حسب التمارين وعلى حسب يعني إذا بتطلع توزيع السعرات الحرارية اللي بنستهلكها خلال اليوم أحنا وين بنستهلك سعراتنا الحرارية معظمها بروح على شي بنسمي اللي هو معدل حرق السعرات الحرارية وقتا راحة هالأشي بيكون موجود خلال النوم خلال الاستيقاظ يعني دائما جسمك شغال عم بيحرق خلال الرياضة بس في جزء يعني interesting هو اسمه NEAT N-E-A-T Non-Exercise Activity وهو السعرات الحرارية اللي بنحرقها خلال هي حركة بس مش حركة رياضية وأحيانا في كثير أحيان بتكون حركة لاواعية اللي هي مثلا كيف الناس بتكون بحرك رجل مثلا بحرك إيديه وهاي الشغلة بتختلف بين الناس وبتختلف حسب الحالات اللي انت فيها ففي ناس جينيا عندهم النيت مرتفع بتحس بيتحرك كثير عادة هذول الأشخاص بيكونوا وزنهم منخفض ونحيفين بيكونوا وبتشوف هاي الشغلة يعني في ناس اللي خاص جينيا نحيفين حركتهم كثير لأن النيت انتهم بيكون مرتفع وبعدين في كمان بنصرف سرات حرارية على لحرق الأكل ففي أنواع معينة من الأكل بتحتاج سرات حرارية أكثر لحرقها مثل البروتين بس يعني كنسبة هي نسبة صغيرة من السرات الحرارية الإجمالية لما يكون وزننا مرتفع وأحنا في حالة من الوفرة في الطاقة النيت تبعناه الحاله بيزيد نصير نتحرك أكثر بشكل لاواعي ولما نكون في حالة من قلة الطاقة عم نستهلك سرارة حرارية أقل النيت تبعنا بقل هاي الأماكن اللي احنا منوزع فيها السرات الحرارية تبعتنا ومنقدر نصرفها ونزيد الصرف بالأماكن هاي واحدة منهم المكان الوحيد اللي منقدر نزيد الصرف فيه هو الأكسرسايز الرياضة هل ممكن يجي ضرر من زيادة البروتين؟ لا ما في ضرر من زيادة البروتين يعني الدراسات التفرجية حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الكلة رفع البروتين بزيد الفلتريشن بزيد يعني الحمل اللي يمكن على الكلة بس ما بيؤدي لتدهور في وضائف الكلة بس يعني عادة من صح للناس اللي عندهم مشاكل بالكلة آه ممكن يعني يقلل من البروتين بس للناس الطبيعيين ما في ضرر في زيادة البروتين من زيادة البروتين بس في ضرر من زيادة النشويات حسب إذا عم بتزيد السعرات الحرارية الإجمالية لداخله من النشويات بسيء لأنه النشويات والدهون يعني فيها سعرات حرارية عالية فهاي من الأشياء اللي بدنا نقللها فيلك تغريدك كنت تقول إنك غيرت رأيك في أهمية الفطول مثل ما حكيت أول شيء الكمية بعدين النوعية توقيت الأكل برضو فيه يعني بيأثر شوي الدراسات بتفرجي إنه تناول معظم السعرات الحرارية تبعتنا في الجزء الأول من اليوم يعني خلال النهار أفضل من إنه نتناول معظمها في الليل وهذا الشيء مرتبط أول شيء ممكن إنه يعني بيأثر على جودة النوم لما نتناول معظم السعرات الحرارية تبعنا بالليل وثاني شيء مرتبط بتغير شوي بالعمليات الأيذ تبعتنا فبتزيد يعني علامات مقاومة الإنسلين واضطراب تنظيم سكر الدم بزيد شوي بس إجمالا هي مش إشي كثير مهم بقدر يعني السعرات والنوعية طب لما أنا أكل فقط عند لما أجوع أولا أنا أكل بانتظام في أوقات محددة بيفرق أو لا يفرق ما أعتقد بيفرق وفي ناس بيزبط محهم شغلة الصيام وتقطع ويأجل تناول الطعام والموضوع الديناميكي أنا مثلا إذا عارف أنه عندي عشاء اليوم وعارف رح يكون عشاء كبير ممكن خاص بأجل يعني بيقدر غير الواحد بين يوم يوم طب في علاقة بين السكر والسكريات والعمر البيولوجي ولا ما في علاقة هلأ يعني إذا قزك عن تناول السكر مع يعني خلينا نحكي صحتنا والعلمات الحيوية تابعتنا ممكن بس يعني الأمر متعلق أكثر بالسعرات الحرارية مش بس السكر بحد ذاته مو في السكر ذاته وهو في السعرات الحرارية فأنت إذا حلت سعرات حرارية معظم مشاكل كتنتين آه بس المشكلة بأن السكر بحد ذاته يعني فيه دنسيتي عالية كثافة عالية من السرات الحرارية فصعب الواحد يتناول كتير سكر بدون ما يزيد السرات الحرارية ضدات الأكسيدن مهمة للجسم كنا نعتقد هيك زمان يعني كان فيه نظرية بتحكي أنه سبب التعمير وسبب التقدم في العمر هو أنه تتراكم أشياء بنسميها الرياكتف أكسجن سبيسيز اللي هي مركبات معينة داخل الخلية بتأدي ل اضطراب التفاعلات الكيميائية داخل الخلية وهذا الاشي بيتراكم مع العمر بس فكانت النظرية أنه إذا متناول مضادات الأكسيدن اللي بتقلل من هاي المركبات في الخلية هذا الاشي مفيد للتقدم في العمر بس كانت نظرية فاشلة تطبيقيا لأنه مضادات الأكسيدن طلعت ما بتأثر كثير وطلع يمكن الأصح هو لازم يكون لدينا شوية أكسيدة ولازم يكون لدينا شوية مضادات أكسيدة في أي شغلة التوازن بس عشان نفهم موضوع الأكسيدة أكثر يعني احنا ليه بنتنفس كل خلايان بتحتاج أكسوجين ليه بنحتاج هذا الأكسوجين لما نتنفس بيدخل الأكسوجين إلى الجسم بيدخل إلى الخلايا بيوصل إلى الخلايا بعدين في أعضاء أو عضيات داخل الخلية اسمها الميتوكوندريا بتستعمل الأكسوجين لأنها تحول الغلوكوز إلى طاقة فبينتج عن هاي العملية هاي المركبات وعادة الخلية بتقدر تتخلص منها بشكل سريع بس مع التقدم في العمر بتقل قدرة الخلية على التخلص منها فهون بيجي إجت فكرة مضادات الأكسيدة بس مثل ما حكيت تطبيقيا ما كان لها تأثير كثير كثير وش أكثر الأشياء طيب لي لها تأثير والناس مهمرتها من الناحية التخذوية يعني أنا دائما بحكي أنه في طبقات للموضوع أول شي هي الأشياء الحياتية اللي حكينا عنها الرياضة والنوم التغذية وتغليل السعرات الحريرية الصحة النفسية اللي بتعاد عن الأشياء اللي بتضرنا مثل التدخين والكحول هاي الأساسيات كلها مهمة يعني ما فيه واحدة بس مهمة الثانية بعدها نيجي لشغلة أنه طيب نطلع على مسببات الوفاة الرئيسية والأمراض المتعلقة بتخدم في العمر الأساسية ونشوف كيف نقدر يعني نتجنبها وحدة وحدة طيب في المكملات الغذائية قبل نروح الى الأمراض وندخل فيها مكملة الغذائية حولها نقاش كثير في ناس تجوف أصلا مهمة في ناس تجوف غير مهمة وفي حديث حولها كثير في ناس تنظر لها إلى أنها هي إذا أنت قدرت تحصل على هذه الأشياء من أكلك الطبيعي فهو أفضل في ناس تجوف أنه بغض النظر عن طبيعة أكلك ومتردن كتاخن كمية غلاية حكي أي إشي أي إشي بنعمله أنا بطلع عليه بالناحيتين ناحية الفائدة المرجوة وناحية التكلفة فمثلا الرياضة الفائدة المرجوة تبعتها عالية والتكلفة تبعها بصنفها عالية لأنه يعني بتستهلك وقت كثير تصرف يعني خمس ساعات أسبوعيا هاي تكلفة وقتية عالية فالتكلفة ممكن تكون مادية ممكن تكون وقت بس لأنه فائدة عالية مستهلة إنه نصرف نصرف عليها المكملات الغذائية معظمها بصنفها فائدة مرجوة قليلة وممكن تكلفة عالية أحيانا صحولنا فعشان هيك يعني مش ضرورية جدا بس ممكن تكون في مكملات غذائية عليها هذه اللي هنا مفيدة شوي يعني واحدة من الأشياء اللي بنصح فيها لمعظم الناس هي الكرياتين واحدة من الأشياء اللي بتزيد تدعم الكتلة العضلية لها جوانب إيجابية وعليها أبحاث كثير بتفرجينها آمنة عادة بنصح من ثلاثة إلى خمسة جرام يوميا الفايتامين دال معظمنا عنا نقص بالفايتامين دال يفضل الواحد يفحص أول قبل ما ياخذ فيتامين دال عشان يعرف الجرع المناسب لإله ويعرف إذا بيحتاج ياخذ فيتامين دال هاي واحدة من الأشياء اللي عليها أدل مكمل غدائي مرتبط ب علامات صحية أفضل أحيانا بس مثل ما حكيت فائدة يعني لا تذكر مقابل أشياء مثل الرياضة والمحافظة على وزن جيد والأشياء اللي حكينا عنها قبل في مكملات أخرى ثانية يعني عندي زي ببعط لك إياه عندي دليل للمكملات الغدائية على الويبسايت بتاز بتاز خاصة جلو حطها في النشرة لهذه الحلقة طبعا يعني فيه يعني مثلا هنا أقول لك بيتر أعطيه يقولنا مهمة جدا أيش هي المكملات الغدائية وكمان ديفيد سينكلر يعني هل هي بهذه الأهمية مرة وانت نحين تخففت أهميتها صراحة لأنه حسب المكمل الغدائي وحسب لإيش عم تستعمله يعني مثل ما حكيت يعني أنا بصنفها إنها يعني مفيدة بعض المكملات الغدائية مفيدة لكن مش يعني أول إشي بتطلع عليه يعني بعد الرياضة والتغذية الجيدة ممكن الواحد يدعم بمكملات غدائية وفي مكملات غدائية أخرى ما حكي عنها مثل يعني البروتين ما صحيق البروتين يعني هاي تعتبر مكمل غدائي وإذا أنت مش عم تتناول البروتين بكمية عالية فهون البروتين ممكن يصنف يعني مكمل غدائي مهم ما تقدر صدق لنك توصل الكمية حكية البروتين اللي تحتاجها كل يوم فأحس يعني رغم أنه مهم بس هذا صعب سبحان الله يعني الأشياء السهلة هي السكريات طيب بس هل فيه مكملات غدائية أو هل هذه المكملات غدائية اللي يقول لك هذا يقوي الذاكرة هلو دقيق ولا تجاري معظم وتجاري وفيه كثير حكي عن مكملات غدائية يعني أنت حكيت عن ديفيد سينكلير مثلا يعني الناس اللي تابع ديفيد سينكلير بيحكوا كثير عن أشياء مثل ريزفيريترول وأنا من بصراحة الأدلة عليها ضعيفة جدا إنها لها أي أهمية أنا ما بنصع فيهم وعادة المكملات الغدائية لو لها يعني تأثير قوي جدا بتصير تصنف كأدوية عرفت كيف يعني في كثير أدوية مفيدة جدا بس يعني كمكملات غدائية يعني في مثلا مكملات غدائية مفيدة لارتفاع ضغط الدم يعني الناس اللي أنتهم ارتفاع بضغط الدم بيقدروا يستفيدوا من أشياء مثل الكركدي مستخلص ورق الزيتون الثوم هاي الأشياء بتساعد يعني في أدلة جيدة على هنا هممكن تساعد شوي طيب وفي مكملة غدائية خاصة بالنوم كيف تراها؟ الخصوصا أن النوم مهم جدا لطول عمر الإنسان أو حتى تكوين العضلات أو لأي شيء يحتاج للإنسان آه وهذه شغلة مهمة لأنه في أدوية ومكملات غدائية بتساعد على النوم بس ممكن تكون مش كثير مفيدة للنوم يعني معظم الأدوية المنومة اللي الناس بيأخذوها بتقلل من جودة النوم معنها ممكن تساعد في يعني الواحد أنه يدخل في النوم يستمر في النوم وفي مكملة غدائية مفيدة يعني أهمها يمكن الماغنيزيوم الماغنيزيوم بشكله بشكلين يعني عليها أكثر أدلة اللي هي الماغنيزيوم غلوكونات والماغنيزيوم ثريانيت هذول الشكلين اللي أنا بنصح فيهم 200 ميلي جرام كحد أدنى طيب ليش الواحد إذا كبر في السن يتقل جودة نوم أو يقل حتى ساعة نوم يعني في ناس في نظرتين بالموضوع إنه أحنا نحتاج نوم أقل مع التقدم في السن أو ممكن أحنا من نام أقل والشي بيساهم في تقدمنا بالسن يعني مش معروف تقريبا بس لما نطلع على البيئة الداخلية للجسم مع التقدم في العمر البيئة الداخلية في الجسم بتصير تشبه حالة الجتلاك بس طبيعيا فكيف لما تسافر على مكان بعيد بتخربط النوم تبعك وبصير في ليش لأنه بصير في خربطها بالهرمونات تبعت الدورة اليوموية والبيولوجيكال كلوك الدورة الحيوية تبعتك بس هالشي بصير بالحاله مع التقدم في العمر فعلى الأغلب هالشي بيقلل من جودة النوم مع التقدم في العمر وانت كم تنم ساعة في اليوم يعني أحاول أستهدف يعني سبعة إلى ثمان ساعات بس يمكن مش بس المدة مهمة يعني فيه خلينا نحكي ثلاث أنواع أنا بصنفهم ثلاث أنواع من المشاكل في النوم النوم يعني عدم الدخول في النوم بسرعة عدم الحصول على وقت كافي من النوم وعدم الاستمرار في النوم وجودة النوم نفسها فلكل واحدة منهم فيه تدخلات ممكن تساعد من التدخلات اللي بتساعد في كلهم تقريبا أنه نحافظ على موعد نوم وموعد استيقاظ ثابت حتى في أيام نهاية الأسبوع وعادة أنه يفرق الليل على النهار آه يفرق طبعا النوم بالليل يعني كثير مفيد أكثر من النوم في النهار حتى لدرجة أنه منظمة الصح العالمية في لها تصنيفات لمواد وأشياء تصرفات ممكن تزيد خطر الإصابة بالسرطان ففي ثلاث تصنيفات التصنيف الأول هو أشياء مرتبطة بشكل مباشر بالسرطان التصنيف الثاني هو أشياء يعني ممكن تزيد نسبة السرطان والتصنيف الثالث هو أشياء يعني بدرجة أقل ممكن تزيد نسبة الإصابة بالسرطان العمل الليلي night shifts هي التصنيف الثاني تخيل مرتبط بزيادة الإصابة بالسرطان لهالدرجة المهمة أنه الواحد ينام بالليل ويستيقظ في النهار حتى لو نمت في الغرفة الموظلمات تماما؟ يعني هي المشكلة أنه لازم تعود جسوك على فترة طويلة يعيد التنظيم الساعة البيولوجية بس التقلب سيء جداً كان الله في عون الناس اللي داوم شفت لين متت داوم؟ كان لو ثابت في ومعد بحاجة بصحى في موعد محدد لا بس داومك متى؟ يعني ما عندي داوم محدد حسب أحياناً يكون عندي عيادة بوقت محدد بس عادةً يعني تسعة صباحاً بكون بلشت بلشت شغل لأن ليش اللي يصير؟ يعني أحس أني يعني الحمد لله أني داوم عادةً ما يكون عندي شيء في الصباح وحاول أنا مبدري يعني أنا على 11 تقريباً فأصحى بكير بس إذا أنت متأخر برضو ما عندي مشكلة أني أقدر أصحى متأخر ما عندي مشكلة متأخر بس إيش النقطة النقطة إني فما أحط منبه فأنا نام وأصحى إذا صحيت ما أخافي شيء هو رائع بس ما شعرت بروعته إلا إن كان يوم كنت لازم وإن حطت منبه ما أدري يولا إيش كان عندي بس اضطريت أني أشغل منبه يوم صحيت مع المنبه انزعجت يعني كده يومي كان سيء أول ثلاثة أربع ساعات أفكرة الاستيقاظ بالمنبه الحاله بيزيد من يعني في دراسات على هذا الموضوع قرر بالناس اللي تستيقظ بدون منبه مع منبه الناس اللي بتستيقظ مع منبه بزيد عندهم عدد نبضات القلب بزيد ضغط الدم تمحهم خلال الفترة الصباحية تيب واللي بدون منبه السرحاتهم حلو بالضبط كيف تقدر ترتب يومك بس في يعني أنا أحكي عن المنبهات التقليدية الصوتية بس احتمال يكون في يعني طريقة يعني بين الثنين اللي هي استخدام اشي اسمه المنبهات الضوئية أو المنبهات الحرارية فبكون ضو كبير بصير على مدى نصف ساعة من قبل الاستيقظ بصير يكبر يعني يصير أعلى وأعلى بعدين بالآخر انت راح تستيقظ فيمكن هاي طريقة طبيعية أكثر للاستيقظ يعني مثلا إذا سافرت أنا أحب أخلي بتنفي الفندق أحب أخلي السار مفتوح ليه؟ عشان الشمس اللي تصح يعني بس راح تصحبك كير ولا نا؟ يعني أبو أصحبك كير ماذا بتحب؟ إيه لأنك لو سكرت صدق بمكة طون أو بتحتاج إلى منبه عشان تصحبك بس يمكن أنت بتحتاج نوم أطول وفقولك أني أنام بدري أنا أنام ثمان ساعات سبس ساعات هو يعني أفضل إشي يمكن يعني أن الواحد ينام بدري ويصح على الفجر يعني هاي بالحالة بس هذا مثلا أنا هذا ترك أسوي على شأن أصحب دوم منبه فإيش يجب عليك شغلات فيه شغلي يعني لما يدرسوا المجتمعات الإنسانية بسموها الـ ما قبل التطور الحديث الناس اللي بعيشوا بدون كهرباء وبدون الأشياء الحديثة بيشوفوا أنه الإنسان بينام مش لما تنزل الشمس الإنسان بينام لما تنزل درجة الحرارة فهي من الشغلات اللي ما بنحكي عنها كثير هي فعليا أنه التطور الحديث أثر بشكل سلبي على النوم بشكل عام بسبب الإنارة الداخلية بس يمكن بشكل أكبر بسبب التدفئة المنزلية فأحنا المحيط طبعنا ما بتنزل درجة حرارته بشكل طبيعي فعشان هيك هذا الأشي بيأثر على جودة النوم طبعنا وفيها مهتم بالنوم جداً ففي حلقتين سويتها مع دكتورين مختصين بالنوم برضه وتكون في النشرة فهي رائع وأهمية النوم دائماً أحسن فيه شيء سلبي إنه كثرة النوم تعتبر شيء سلبي بالنسبة للناس بس يعني أثرها على صحة الإنسان ميومية فحسن أن الناس تقدر تهتم لها لأنه أدي أنتقل إلى الأمراض في الحين عندنا الأمراض القاتلة أنت قلت بالترتيب الأمراض قلب والشرائين أمراض قلب والشرائين السرطان الأمراض العصبية والأمراض الأيضية الأمراض الأيضية يعني ممكن تسبب الوفاة بس عادةً هي بتزيد من نسبة إصابة الأمراض الأخرى الحكين عنها الأمراض القلب والعصبية والسرطان كمان وبرضه بعدين ممكن فيه الأمراض الرئوية المزمنة وأمراض الفشل الكلوي كمان بيصير مع التقدم في العمر فهذه الأمراض اللي بتصيبنا مع التقدم في العمر اللي بالنهاية بتأدي لوفاتنا وعادة هذه جينية أم لا مضحية أثرها؟ يعني هي راح تصيب الكل في الآخر فهي يعني مبرمجة فينا جينياً أنه تصيبنا هاي الأمراض مع التقدم في العمر ولكن في عامل حياتي ممكن يسرع إصابتنا بهذه الأمراض من وين تجي أمراض القلب والشرائين؟ أمراض القلب والشرائين أحنا هون عم نحكي بمعنى على أكثر وفاء يعني هو واحد من كل ثلاثة يموتون أمراض القلب والشرائين؟ أحنا عن شو عم نحكي عن أمراض القلب والشرائين؟ عادة أنا عم نحكي عن شيء اسمه تصلب الشرائين اللي هو الأثروسكليروسيس اللي هي تغيرات بتصير في جدران الشرائين اللي بتغذي القلب وكمان الشرائين اللي بتغذي الدماغ وكل شرائين جسمنا بتصير هاي التغيرات بتبدأ من عمر بكير من العشرينات ثلاثينات وبتتراكم مع العمر اللي بيصير إنه الخلايا المبطنة للشرعين بصير فيها تلف وتدخل بعض أنواع المركبات منها الكوليسترول مثلاً بيدخل فيه جدران الأوعية الدموية هاي وبصير فيه تفاعلات كيميائية معينة بتأدي لتصلب هاي الشرعين بتأدي لنقص التروية اللي بتيجي من هاي الشرعين إلى القلب وبالنهاية ممكن تنكسر هاي المناطق وتأدي للانسداد وتأدي للجلطات القلبية والجلطات الدماغية هاي عملية بطيئة جداً بتصير على مدى عقود وبتبدأ مثل ما حكيت في عمر مبكر فهذا المرض الأساسي اللي نحكي عنه لما نحكي عن أمراض القلب والشرعين اللي منحاول نمنع تراكمه مع التقدم في العمر وين نروح عشان نكشف هل هو المستشفيات ولا عيادات متخصصة ولا؟ لا فيه أشياء ممكن نعملها عن طريق فحوصات الدم ممكن تساعدنا نعرف أنه هل أحنا وين أحنا بهذه المرحلة بس يعني خلينا ناخد خطوة لورا أول شيء لازم نطلع عليه هو التاريخ العائلي تبعنا إذا فيه أمراض قلب في العائلة وخاصة عند الناس القريبين لأهلنا وأخواننا وخاصة إذا كانت إصابتهم بهذه الأمراض بعمر صغير يعني تحت الـ 55 تحت الـ 60 هذا الأشي بيزيد من نسبة إصابتنا بهذه الأمراض ثاني شيء المتطلع على حياتنا الشخصية السبب الأول هو تاريخ العائلة العائلة المباشرة الحين اللي هو أخوانك وأبوك أمك ولا تبغى برضو جدي هل أنا أقيس أو أعرفها بالملاحظة ولا أروح يسوي اختبارات جينية وغيره فيه اختبارات جينية ممكن تتعملها يعني فيه تغيرات جينية معينة بتزيد نسبة الإصابة بالأمراض بس ما تكرر تعرف كل التغيرات الجينية اللي عندك إياها فالتاريخ العائلي هو يعني indication أقوى إنه عندك التفاعة بالنسبة للأمراض بناء على هل جدي صار له هل أبوي صار له إذا ما صار معناته على الأمراض ما فيه إذا فيه يعني أي تاريخ مرضي بالعائلة لأمراض القلب هل الأشي بزيد نسبة إصابتك تقريبا يعني بالآخر هي مثل ما حكيت الكل رح يكون عنده نوع من أنواع الأمراض القلب مع التقدم في العمر فإذا مثلا جدك كان عمره 95 سنة وصيب أمراض القلب هذا شي طبيعي خلينا نحك بس كل ما قل عمر الإصابة كل ما زادت النسبة إذا كان خارج طبيعي طبيعي كل ما كبر السن فهذا التاريخ العائلة شي ثاني؟ التاريخ الشخصي لا إلك فأول شي الناس اللي أصابهم أمراض قلب من قبل هذا الشي بزيد نسبة إصابتهم في المستقبل وفي جمعية القلب الأمريكية حطوا ثمن عوامل بتزيد من نسبة إصابة الشخص بأمراض القلب الشرعين أول واحدة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع سكر الدم ارتفاع كوليسترول الدم الكلسترول المسبب لتصلب الشرعين الوزن الزائد وبالأخص الوزن أو الدهون الوسطية الخمول وعدم الرياضة عدم مبارسة الرياضة النوم غير جيد كان واحدة من الأشياء اللي حكوا عنها ايش ظل يمكن التغذية غير جيدة والأشياء المصنعة والمكررة أعتقد كانت واحدة من الأشياء والتدخين فكل الأشياء هاي عوامل ممكن تغييرها بتزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب الشرعين فبننقيس كل هاي الأشياء أول شي بنا نبدأ بالعوامل الشخصية اللي هي هل أنا مدخن أم لا هل وزني زائد أم لا هل عندي دهون وسطية دهون حشوية هاي الأشياء اللي حكينا عنها قبل بعدين فيه فحوزات دم ممكن نعملها اللي هي الكوليسترول ودهون الدم هون عم نطلع على أشياء مثل للدهون الثلاثية عم نطلع على أشياء مثل إيش اسمه واحدة من الفحوزات اللي منطلع عليها منطلع على فحص اسمه LDL كوليسترول والHDL كوليسترول هي أنواع مختلفة من خلينا نحكي شوي عن الكوليسترول عشان نفهم عن شوي عم نحكي هلأ الكوليسترول يعني كثير ناس بفهموا خطأ الكوليسترول مش شيء سيء للجسم بشكل عام أو بالمطلق كل خلايا أجسامنا تحتاج كوليسترول لقيام بوظائفها الحيوية ومعظم خلايا أجسامنا عندها القدرة أنها تصنع الكوليسترول هذا بذاتها وأجسامنا بتصنع عن كوليسترول معظم الكوليسترول في دمنا بينصنع من الجسم تبعنا والكبد بيصنع كوليسترول زائد وبيضخه في الدم والخلايا اللي بتحتاج كوليسترول بتاخذ من الدم فالكوليسترول بالمطلق مش شيء ضار ولكن ارتفاع الكوليسترول في الدم مثل ما عكينا بصير يدخل فيه الشرايين وجدران الشرايين وهالأشي ما عاد تقدم في العمر مرتبط بزيادة تصلب الشرايين وأمراض القلب فالكوليسترول كيف بينتقل في الدم؟ لأنه مثل ما بنعرف الدهون ما بتذوب في الماء صح؟ فبيحتاج نواقل معينة فبتم تغليف الكوليسترول أو الدهون الدم بأشياء بنسميها اللايبوبروتينز اللي هي منقيسها لما نعمل فحوصات الدم فإذا منشوف أنه اللايبوبروتينز هاي مرتفعة هالأشي بعطينا فكرة أنه عندنا دهون في الدم مرتفعة وهالأشي مرتبط بزيادة تصلب الشرايين بس الشغلة اللي كتير ناس ما بيفهموها أنه درجة الارتفاع مش بس هي المهمة مدة التعرض لهذا الارتفاع بنفس قدر الأهمية فإذا لدينا ارتفاع طفيف في الـ LDL كوليسترول أو أيبو لايبوبروتين بي هاي الفحوصات من عمر صغير ارتفاع طفيف بس هذا الارتفاع استمر لعشرة عشرين تلاتين سنة هالأشي رح يزيد من نسبة التعرض لتصلب الشرايين وهالأشي اللي أنا يعني ما بحبه فيه خلينا نحكي في الطب الكلاسيكي أو الطب الحديث أنه يعني مش كثير يعنى بهاي النظرة بعيدة المدى عادة أن ده بتروح على الدكتور وبشوف مثلا أنت وشخص عمرك في بداية الثلاثينات وعندك ارتفاع طفيف في الـ LDL أحكي لك رجع لي بس يكون يصير عمرك ستين سنة وعندك نفس درجة الـ LDL بيعطيك وقتها خافض لـ LDL بس يعني أحنا عم نعرض الخلايا تبعتنا والشرايين تبعتنا لهذا الارتفاع حتى لو كان طفيف لفترة طويلة هذا الشيء رح يزيد من التعرض لتصلب في الشرايين هل شك المثالي أنك تاخد خافة كنسترول أول ما يكون عندك ارتفاع بسيط؟ يعني أنا بشجع على هذا الشيء نعم وفيه دراسة جديدة نشرها تعتقد بمجلة جامع بتفرجي أنه الخفض الشديد للكوليسترول ما إلو أثار جانبية سيئة على الصحة بالعكس إلو أثار جيدة لأنه بيخفض الكوليسترول على مدى البعيد وهذا الشيء بيقلل من الإصابة بيتصلب في الشرايين فأنا شخصيا بأخذ خافض للكوليسترول مع أنه عندي ارتفاع طفيف بس لأنه ما بدي أتعرض للارتفاع الطفيف هذا لمدة ثلاثين سنة قادمة والجسم ما يتعامل معها تلقائيا ويبدأ يخفضه؟ معظم الارتفاع بالكوليسترول هو ارتفاع جيني يعني يمكن 20% من الكوليسترول في الدم هو من الأكل اللي مناكله بس 80% منه هو بنصنع في الجسم ويتم يعني الزيادة هاي سببها جيني فحتى لو ضبطنا أكلنا وحسننا أكلنا الانخفاض ما رح يكون كبير عند معظم الناس فيحتاج تدخل يحتاج تدخل دوائي فهذا الكوليسترول حكينا ضغط الدم وارتفاع سكر الدم ممكن نحكي عنهم كل واحد ارتفاع ضغط الدم واحد كمان إشي مهم لأنه برضو هاي من الأشياء اللي بتكون مرتفعة بدون ما نعرف يعني هاي من يعني ارتفاع ضغط الدم سموه القاتل الصامت لأنه ممكن يكون ضغط دمك مرتفع جدا ومتى مش حاسس ما له عراض فما بتقدر تعرف غير لما قيص ضغط الدم هو مش فحص دم هو جهاز كلنا يمكن نعرفه ارتفاع ضغط الدم برضو مشابه لارتفاع الكوليسترول والجهاز اللي يبغط عليه يضغط على يدك آه هو في جهاز عادة الجهاز الإلكتروني هو الحال بيضغط على يدك وبيقيس وش الفكرة وش اللي يحصل هو ايش بيعمل تخيل انت الشرايين تبعك بسدها هو الشرايين تبعك بعدين ببلش يفك شوي شوي فبيقيس الضغط يعني اعلى الضغط واخفى الضغط هلأ القلب يعني بينقبض بعدين بينبسط فبيقيس الضغط خلال الانقباض خلال الانبساط وعشانك مناخذ رقمين رقم العالي ورقم المنخفض كلاهما مهمين بس الفكرة بشكل عام بضغط الدم انه نفس الشيء الارتفاع الطفيف بضغط الدم على فترة طويلة بزيد من نسبة إصابتنا بهاي الأمراض فعشان هيك يعني نعرف انه عندنا ارتفاع بضغط الدم مبكرا مهم هلأ ايش الضغط الدم المثالي يعني فيه بيقدر الواحد يطلق يلاقي يعني عادة نحكي 120 على 80 لمعظم الناس بيختلف حسب الشخص إذا عنده أورادي مثلا سكرية وعنده أورادي مشاكل في الضغط نستهدف ممكن ضغطات مختلفة لكن بشكل عام هيك لما نطلع على في الدراسات لما نطلع على يعني عدد كبير من الناس نشوف انه كل ما قل الضغط حتى عن 120 على 80 كل ما قلت نسبة الإصابة بأمراض القلب الشرعيين والوفاء فيمكن الضغط المثالي أقل كمان حتى من 120 على 80 بس مش معناه انه إذا ضغطك مثلا 120 على 80 لازم تأخذ أدوية بتقلل الضغط ممكن تعمل الممارسات بتقلل الضغط وفيه شغلة حلوة فيه أنواع من الرياضة مخصصة بتأثر على ضغط الدم بشكل أكبر من أنواع أخرى من الرياضة هاي شغلة تعلمتها جديد فيه دراسة جديدة كثير حلوة طلعوا على كل أنواع الرياضة المقاومة اللاقة القلبية الرياضات المرونة مش عارف شو وكانت النتيجة مفاجئة شوي أنه النوع الرياضة اللي بأثر على ضغط الدم بشكل أكبر هو التمارين الايزومترية الايزومترية شو هي التمارين الايزومترية هي التمارين اللي بتقبض فيها العضلة وبتحافظ على هذا الانقباض لفترة طويلة لبعض الدقائق معظم الناس ما بمارسوا هذا النوع من التمارين مثل يعني أعطيك مثال عليه يعني أنك تعمل قرفصة على الحائط بدرجة 90 الحوض يكون 90 درجة تضلك بهاي الوضعية لمدة دقيقتين بعدين تريح دقيقة بعدين تعيد هاي العملية 4-5 مرات الدراسات بتفرجي أنه هذا التمارين يعملوا 5 مرات أسبوعيا لمدة 6 أسابيع مرتبط بتقليل ضغط الدم بنسبة يعني عشر درجات عشرة مليمتر زقب أخي طب البلانك عدد كبير البلانك واحد منهم فيه ممكن تعمل 80 باليد بأي شيء يخليك ثابت حتى ممكن باليد يعني أنك تقبض على كرة مطاطية نفس الشيء لمدة تريح تعيد هاي العملية وهذا الانخفاض برضو بشوفوه في ناس يعني معدل ضغط الدم عندهم طبيعي فأنا صرت أحاول أضيفها تمريا على جزء بس انخفاض ضغط الدم هل ممكن يكون سلبي؟ آه يعني إذا بيؤدي لعوارض سلبية ممكن يكون سلبي أوكي فبس إذا عندك ضغط دم منخفض بس ما عندك أعراض سلبية مثل الدوخة ونقص التروية للدماغ عادي شيء طبيعي فهذا ضغط الدم عندنا دهون الدم؟ حكينا عن دهون الدم صح وحكينا عن هلا دهون الدم حكينا أنه يعني ليش هي مهمة بس ما حكينا عن التدخلات الطبية اللي بتخفضها لأنه هون في شغلة مهمة اللي هي وبرضه في يعني في شوية جدل حول الكوليسترول ودهون الدم يعني في ناس بيعتقدوا أنه الكوليسترول مش مهمة كثير والارتفاع في ناس حتى بيعتقدوا أنه ارتفاع الكوليسترول في الدم شيء جيد يعني للأسف في ناس بيروجوا لهذا الاشي ما بعرف ليه هو صار موضوع جدلي في عالم في عالمنا هذا بس يعني في عالم السوشال ميديا بس معظم طباء القلب يتفقوا أنه هو شيء سلبي ونحن هون عم نحكي عن الكوليسترول المسبب لتصلب الشرعين مش بس أي نوع من الكوليسترول ليه هذا الاشي موجود؟ لأنه لما نطلع على دراسات مقطعية منشوف أنه لما نقارن بين كوليسترول الدم مع نسبة أو خطر الوفاة منشوف أنه النسبة المثالية يعني منشوف أنه كلما زاد الكوليسترول أو كلما خفض الكوليسترول بتزيد نسبة الوفاة فهذا الشيء عكس اللي كنا نحكيه قبل صح؟ بس فعليا بهاي الدراسات هاي دراسات مبنية على المشاهدة فالعلاقة عكسية أحيانا بتكون فيها هاي الدراسات يعني شو قصدي هون؟ لما نطلع على الناس اللي اللي عندهم أمراض مزمنة ويعني قاربوا على الوفاة كل إشيء بدمهم بصير يعني يضطرب ومن ضمن هاي الكوليسترول فبيقل الكوليسترول عندهم كثير بس مش معناه أنه الكوليسترول المنخفض جيد لأنه عندهم أمراض معينة قللة للكوليسترول فبس لما نطلع على الدراسات السريرية الـ ومنشوف أنه لما نقلل نسبة الكوليسترول للدم بتقل نسب نسب الإصابة بأمراض الخلب الشرعية بس الدراسات اللي بتقارن بين كل العوامل اللي حكينا عنها تصلب الشرعية مقاومة الإنسلين مش عارف شو مع الإصابة بأمراض الخلب منشوف أن الكوليسترول مهم بس يعني مش يمكن أهم شيء أهم شيء لازم نحكي عنه هو مقاومة الإنسلين أو اضطرابات الأيضاً لأنه مقاومة الإنسلين من الأشياء اللي برضو بتبدأ في بدايات العمر يعني باللشرينيات بالثلاثينات ممكن تبلش والنهاية يعني كل ما زاد الإطراب بالآخر رح يوصل لشيء مثل السكري من النوع الثاني بس هاي التغيرات بتبدأ على شكل تغيرات طفيفة في تنظيم سكر الدم الآن عشان نفهم الموضوع مثل ما حكينا السكر الدم بيدخل إلى الخلايا عشان يتم استهلاكه كطاقة وتنفيذ عمليات الحيوية داخل الخلية بس سكر الدم ما بيقدر يدخل إلى الخلية إلى وحده بيحتاج نفتح ممرات داخل جدران الخلية وعشان تفتح هاي الممرات بيحتاج شيء ثاني اسمه الإنسلين اللي هو هرمون بينفرز من البنكرياس هالهرمون بينفرز استجابة لارتفاع الكلوكوز اللي هو سكر الدم عشان يفتح هاي الممرات ويدخل السكر إلى الخلية بس مقاومة الإنسلين هي لما نحتاج نسبة أعلى من الإنسلين لفتح نفس عدد الممرات فالخلايا بتكون مقاومة للإنسلين ما بتستجيب للإنسلين بشكل سريع وهاي من التغيرات المبكرة اللي بتصير اللي بتأدي لاضطراب تنظيم سكر الدم فبالبداية منشوف اضطراب ومنشوف ارتفاع في أو حاجة أكبر للإنسلين للمحافظة على نفس درجة سكر الدم فعشانك لما تفحص سكر الدم مثلا يكون طبيعي مش معناه أنه ما عندك أي نوع من أنواع المقاومة الإنسلين لأنك لازم تطلع كمان على الإنسلين الصيام درجة الإنسلين في الدم وهذه من الفحوصات اللي مش كثير بتنعمل بالفحوصات الطبية بشكل عام للناس الصحاء أنا بعملها لأنني بحسها مهمة في بعض الأطباء بيختلفوا معي فيها بس إذا عندك ارتفاع في الإنسلين وسكر الدم طبيعي هذا يعني يمكن يكون مؤشر على بداية مقاومة الإنسلين ولو أنك فحصت سكر الدم لوحده ما بتعرف أنه عندك بدايات مقاومة الإنسلين فالمفترض أنك تسوي فحص الأثنين لمقاومة الإنسلين بالضبط أنا بفضل أنه مع سكر الدم مع مقاومة الإنسلين الصيام فسكر الصيام مع إنسلين الصيام ومنستعملهم في حساب معين بيعطيك تقدير لمقاومة الإنسلين إيش يسمه الهوما IR H-O-M-A إنسلين رزيستنس طيب وفكرة أنك تحط الجهاز تخليه معك عشر يام أو عشر يوم تشوف أدائك ممدى فايت للناس الأصحاء أول شي خلينا نحكي عن الأدلة العلمية للناس الأصحاء الأدلة العلمية بتتشير أنه يعني مش كثير مفيد وما بيؤدي ل يعني النتائج صحية أفضل بس أنا استخدمته وكثير ناس استخدموه ساعدهم في أنه يفهموا علاقتهم مع الأكل فتشوف وين السبايك ستصير بس فيه مشكلة المشكلة هي أنه عم عم نركز على يعني قياس واحد للصحة اللي هو سكر دم فمنصير نحاول نحسن هذا القياس بس ممكن نحمل القياسات أخرى مش عم نقيسها مثلا لو أكل أنا صحن من الزبدة ما رح يرتفع عندي سكر الدم على القياس بس هل معنى أنه اللي أكلته شي صحي لا مثلا أنا مش عم بقيس دهور الدم ولا أشياء الثانية اللي عم تتغير في الدم فهاي المشكلة دائما لما نقيس شغلة واحدة مركز على شغلة واحدة فإذا كان عنا الفهم الصحيح ممكن نستعمل الـ الـ اللي هو بشكل يعني مفيد طيب مخفضات الكوليسترول مخفضات الكوليسترول بالبداية اللي بنستعمل يعني أكثر دواء شائع لتخفي الستاتينز الستاتينز عليها شوية مشاكل في ناس يعني ما بحبوها ليش لأنه في نسبة صغيرة من الناس بيصيبهم عراض جانبية سيئة من الستاتينز وهي الستاتينز ممكن يتأثر على عضلات الجسم بتأدي لها تكسير العضلات في بعض الأحيان بتأدي لها آلام في العضلات فعشانك لما الواحد يبلش على الأدوية الخافضة للكوليسترول إذا صار عنده هاي العراض الجانبية ممكن نغير الستاتينز لأدوية أخرى بس اللي كنت بدي أحكيه أنه مش دائما مش بس الستاتينز هي الحل المحيط في ناس بيأخذوا الستاتينز بصير انتهم هاي العراض الجانبية بيقول لك خلص خلي الكوليسترول مرتفع ما بدي أخذ هذا الدواء بس في أدوية أخرى ممكن تساعد يعني ما بدي أحكي أسماء أدوية أدخل بهذا الموضوع يعني الواحد لازم يستشير طبيب بس يعني مهم أنه ناخذ موضوع الكوليسترول بشكل جدي يعني حتى لو صار عنده عراض جانبية من بعض الأدوية في أدوية أخرى بتساعد وتشوفي لنتصل إلى الدواء اللي ناسبك اللي ناسبك بزت الحين هذه بالنسبة للشرايين غف حكينا عن الكوليسترول حكينا عن ضغط الدم حكينا شواء عن مقاومة الإنسولين ما حكينا كيف نحسن مقاومة الإنسولين بس حكينا كيف نقيسها عن طريق سكر الدم والإنسولين وبعد ذلك حساس السكر هاد ممكن نستخدمه في فحص ثاني ما بينعمل كثير مخبريا بينعمل عند الحوامل بس هو برضه أعتقد أنه مفيد عند أي حدا منسميه اللي هو إيش نعطيك جرعة من الغلوكوز أعتقد عادة تنبكون 75 جرام من الدكستروز سكر ومنقيس سكر الدم بعد ثلاثين دقيقة بعد ساعة بعد ساعتين ونشوف كيف تغير مع الزمن وهذا قياس يعني حساس جدا لمقاومة الإنسولين حتى ممكن نقيس الإنسولين كمان مع السكر فبفرجينا كيف بتعامل جسمنا مع سكر الدم ففي شركات هلأ عم تستعمل قياس جهاز قياس السكر المستمر بأنها تعمل إشي مشابه بيعطوك يعني إشي تتاكله بعدين بتشوف كيف تغير سكر الدم تبعك وهذا الإشي بيعطيك مؤشر إذا عندك إضطربات أولية في تنظيم سكر الدم وبمعنك باقي في السكر الدم كيف تحسن من مقاومة الإنسولين أول شغلة هي تخفيض نسبة الدهون وعادة الدهون الحشوية مرتبطة بشكل كبير بمقاومة الإنسولين ليه؟ لأنه الدهون الحشوية تدخل في أعضاء جسمنا وتدخل برضه في الأنسج العضلي وداخل الخلية يعني فيه دراسات بتفرجي أنه أنواع من الدهون يعني لما يكون واحدة عنده دهون حشوية عالية أنواع من الدهون بتكون مرتفعة داخل الخلية وهذا الأشي مرتبط بشكل مباشر بمقاومة الإنسولين فزيك أنه بتمنع دخول الإنسولين يعني ما بعرف الطريقة الميكانيكية بس يعني مرتبطين بشكل كبير ببعض فكيف ممكن نعمل هذا الأشي بنزيد الكتلة العضلية الكتلة العضلية محرقة للسرعات الحرارية ومحرقة للدهون من حساسية الإنسولين بشكل عام وبتقلل من الدهون الحشوية والمحافظة على وزن جيد يعني فهاي أول شغلة بعدين ممكن نستعمل أدوية معينة للناس اللي عندهم مقاومة الإنسولين في أدوية بتساعد في تنظيم سكر الدم مثل المساعد السكري المتفورمن فيه له حالات خاصة يعني مش دائما هو الحل وحتى في دراسة جديدة فرجت أنه كمعدل ما بيقلل من يعني أنه الحالة تصير أسوأ من ما قبل السكري إلى السكري بس في بعض الحالات بساعد في تحسين مقاومة الإنسولين وتنظيم سكر الدم يعني هذا الدواء اسمه متفورمن دواء كتير مشهور بعالم التقدم في العمر واللونجيفيتي لأنه في دراسة طلعت عليه قبل سنين بتفرجي أنه الناس اللي بيأخذوا متفورمن مساعد السكري يسمى أحيانا بيعيشوا أطول من الناس اللي ما بيأخذوه حتى مع أنه الناس اللي بيأخذوه محهم سكري ومحهم أمراض مزمنة بس في دراسة أخرى نقضة هذا الشيفاء يعني عليها جدل شوي بس في أمراض أو أدوية أخرى ممكن نأخذها ومن ضمنها اللي جديد عم تطلع هي أدوية التنحيف أدوية السمنة اللي عم بتقلل من مقاومة الإنسولين عم بتحسن علامات تنظيم سكر الدم وعم بتحسن من الوزن بشكل عام مثل الأوزنبك والمونجارو اللي كثير هلأ منتشر هذول الأدوية يعني كأنه يعني الأوزنبك يصنف هلأ أو الأوزنبك ويقوفي هم نفس الإشي بس بجرعات مختلفة حاليا يعني أكثر دواء نجاحا بتاريخ البشرية فيه ريبورت طلع من والمارت السلسلة الأسواق بأميركا فحكوا أنه قلت مبيعاتهم بسبب الأوزنبك الناس عم بتاكل أقل بس يعني ما أتجور إيش مشاكلة على الجهل الأخرى لأنك تضر أنك تأخذ مدى حياتك ما عليه دراسات يعني مدى الحياة بس عليه دراسات يعني لحد سنتين ويبدو أنه آمن جدا وبساعد فعلا في تقليل الوزن يعني أنا بستعمله مع مرضى بأشوف بساعد كثير بين الأشياء الجانبية اللي عم بلاحظها أنه الناس بقل الكريفينج بقل يعني مشاكل مثلا الاعتماد على التدخين الاعتماد على الكحول مع هاي الأدوية فعليا تأثيرها قوي يعني ورهيب بساعد في مشكلة إنه لما تبطل تأخذها الأدوية إنك بترجع فهو مون برد بيزيد الوزن بس مش ما بيرجع لنفس الدرجة يعني بيزيد تقريبا بيرجع ستين بالمية من اللي خسرته فبتظل خسرت يعني ثلاثين بالمية حلوين حلوين بس يعني لو أنت تضبط نمط الحياة حقك بشكل أفضل بتمارس الرياضة وتأكل أكل صحي بالحالة المثالية بس يعني كلنا ما يعرف إنه هاي الأشياء مهمة بس ما حدا بيعملها بس يعني لما تنزل وزنك بينك قلل يعني هو أفضل عن أنك تقعد يعني هاي الأدوية بتساعد هي زي يعني إشي نرتكز عليه بساعدنا نضبط حياتنا عن طريقة تغذية والرياضة في دراسات بتفرجي إنه بأي تدخل طبي بيخفض الوزن حتى بالحمية الغذائية رح يقل يعني جزء من خسارة الوزن فهذا الشيء عم بدنا نتفادها بس مع هاي الأدوية الخسارة بالكتلة العضرية ممكن تكون أكبر من خسارة الكتلة العضرية من الحمية فعشان هيك مهم إنه اللي بيأخذوا هاي الأدوية يحافظوا على رياضات المقاومة ويتناولوا ببروتين بشكل كافي الحين تصلب شرايين هو نفسه الجلطات هو نفسه السكتات القلبية ولا في فرقات بين كل شي ولا هي مجرد تصلب شرايين بأدي إلى الجلطات لأنه اللي بيصير مثل ما حكينا أنه نقص تخيل يعني أنت الشريان بيصير متصلب فبيقل يعني تدفق الدم داخل الشريان لأنه بيصير أصغر وأصغر أصغر وبعدين في النهاية بيصير في يعني أحيانا بيصير في تكسر بجزء من الشريان المتصلب وهذا الجزء بيسد الشريان اللي بيأدي لهذه الجلطة عشان هيك الجلطة بتصير بشكل مفاجئ هو بيصير فيه انكسار وبصير فيه انسداد وبينقطع تروية الدم لجزء من القلب فبتموت عضلة القلب هالشي بيأدي للوفاء فهون بيحتاج الواحد تدخل طارئ يعني هون بروح الواحد للقسطرة بيحطه شبكة عشان تفتح هاي المنطقة طيب هل ممكن أشعر بهذه الأشياء ولا لازم يعني أنا ممكن أي شيء يخليني أني أعرف أنه فيه شريان بدأ يخل يعني غير اللي أني أفهم لما تطور الشغلة بيصير فيه أحيانا أعراض عند بعض الناس وهذا الشيء بيدخل بي تخصص القلب مش تخصصي بس بصير فيه ألم بالصدر يعني فيه ناس مثلا هو عم بيطلع درج مثلا بصير فيه عنده ألم بالصدر هاي من العلامات الطارئة اللازم تروح تشوف طبيب إذا عندك ألم في الصدر مع الحركة واستهلاك الجهد هذا الشيء يعني خطير لازم تشوف طبيب لما يصير عندك هاي العراض وفيه عراض أخرى مثل الدوخة والتعب دوخة مع أي جهد يعني أحيانا بصير فيه نقص تروي للدماغ فهذه من الأشياء المهمة بالمناسبة مش بس فحوصات الدم اللي بتساعدنا نعرف هالأشياء برضو فيه فحوصات مخبرية مثل صور أشعة مقطعية فيه أشي اسمه الكالسيوم سكورين اللي هو صورة أشعة مقطعية بتطلع على الكالسيوم في جدران الأوعية لأن هالأشي يعني مصاحب للتصلب الشرعيين هالأشي بيعطينا برضو يعني فكرة عن درجة تصلب الشرعيين إذا ما فيه كالسيوم مش معنى أنه ما فيه تصلب شرعيين مرتفع إذا بكون الكالسيوم سكور مرتفع هالأشي بيعطينا يعني فكرة أنه فيه تصلب شرعيين وفيه برضو فحوصات أخرى مثل القصطرة وما إلا ذلك طب ما مدى فعلها الكالسيوم يعني هل فيه الإشارات فأنترى يقول لك أن هذا الكالسيوم أعتقد مش حقيقية مش حقيقية يا خلينا متحنوني أحس أني أأخذ كالسيوم بس كل مرة تشوف أمي تقول يا أخي شرب حليب فالحين تكلمنا عن الأمراض القلب اللي هي الأعلى تأثيراً على الناس أو من الأمراض القاتلة للبشرية يجي تحتها السرطان السرطان يعني السرطان يش هو السرطان هو عبارة عن يعني خلايا متمردة عن محيطها الخلايا الطبيعية الجسم بتحكم فيها إذا بتحتاج نمو الجسم بيرسلها إشارات معينة لأنه منحتاج نمو مثلاً لما تنجرح أنت الخلايا بتلتأم عن طريق النمو بصورة طبيعية بس الخلايا السرطانية ما بتلتزم بهاي الإشارات وبتصر تنمو بشكل عشوائي بس السرطان يعني هو أمبريلا تيرم يعني السرطان عالم من الأمراض مش بس مرض واحد كل أنسجة الجسم ممكن تتحول لخلايا سرطانية عشانك أنواع السرطان كتير برضو حسب وبرضو درجة السرطان شغلة مهمة والسرطان من الأشياء اللي يعني يمكن مختلفة شوي عن أمراض القلب اللي حكينا عنها لأنه مش من الأشياء اللي بتبدأ بعمر صغير وتتطور مع الوقت هي مرتبطة بالتقدم في العمر يعني أكبر عامل مسبب أو مرتبط بالإصابة بالسرطان هو التقدم في العمر هناك حلاق خاصة في سرطانات بتصيب الأطفال طبعا بس معظم أنواع السرطان بتصيبنا مع التقدم في العمر فيش كثير أشياء ممكن نعملها عشان نقلل نسبة إصابتنا بالسرطان عشان هيك بالنسبة للسرطان وتفاديه اللي يمكن المهم جدا هو الكشف المبكر بس خلينا نحكي شوي بس عن الأشياء الحياتية المرتبطة بتقليل الإصابة بالسرطان أول شي طبعا الانتناع عن التدخين التدخين هو يعني من أكبر المسببات للسرطان والمشكلة أنه قلت نسب التدخين عالميا خلال العقود الماضية بس هلها عم بترتفع خاصة بالفئات العمرية الصغيرة من وراء السجائر الإلكترونية فهل شي يعني ينذر على أنه رح يكون فيه ارتفاع مستقبلا بسرطان الرئة الله يعين كمان الرياضة بشكل عام بتقلل من نسبة إصابتنا يعني كثير أنواع من السرطان الجمعية الأمريكية للطب الرياضي بتحكي أنه في سبع أنواع من السرطان مرتبطة بشكل مباشر بالرياضة وزيادة الرياضة عن يعني 150 دقيقة أسبوعيا من الرياضة المتوسطة تلحد تحمينا من سبع أنواع شائعة من السرطان وبتقلل من نسبة حدوثها أنت المشي تشوفهم رياضة يعني هو جزء من الرياضة يعني المشي هو وتفادي الخمول بشكل عام هو قاعدة أساسية بعدين نبني عليها الأنواع المختلفة من الرياضة اللي حكينا عنها مسبقا شيء الثالث مقاومة الإنسولين والسمنة برضو مرتبطة بالإصابة بعض أنواع السرطان ويمكن أهمها السرطان الرحم مثلا أنا تخصص الدقيق هو السرطان ف منشوف يعني عند النساء اللي عندهم سرطان الرحم نسبة كبيرة منهم هم نساء سمينات عندهم وزن زائد فهذا الشيء مرتبط بشكل مباشر بزيادة الإصابة بكثير أنواع من السرطان فهي الأشياء ممكن نعملها بتحمينا نوعا ما من السرطان بشكل عام بس إضافة إلى ذلك عشان نحمي حالة من السرطان لازم نهتم بالكشف المبكر أمرك كسبت؟ أنا لا لأني عمري صغير نوعا ما لكن الكشف المبكر متعلق بحسب بنوع لأنه حكينا الأنواع الشائعة من أو أنواع الأمراض اللي بتصيبنا مع التقدم في العمر صنفناها بس داخل السرطان فيه كمان تصنيف فيه سرطانات شائعة فيه سرطانات أقل شيوعا السرطانات الشائعة هي سرطانات الرئة سرطانات البروستات عند الرجال الثدي عند النساء سرطان القلون وبعدين فيه أنواع أخرى من السرطان أقل شيوعا فالكشف المبكر بتم حسب نوع السرطان فإذا الشخص مدخن لازم يعمل الكشف المبكر عن سرطان الرئتين عن طريق صورة الأشعة العادية للصدر الأكس ري الأكس ري ممكن يفرجينه هلأ يعني بيختلف حسب الدول وحسب برامج الكشف المبكر بتختلف التوصيات فعم بيعطي توصيات عامة بس مهم الواحد يشوف إيش التوصيات الموجودة في منطقته فحكينا عن سرطان الرئة بس يمكن أهم شيء نعمله لسرطان الرئة هو أنه نتفادى التدخين والتدخين مرتبط بكل الأمراض اللي حكينا عنها الأمراض الليضية القلبية والسرطان فبعدين حكينا عن سرطانات أخرى مثل سرطان الثدي مهم جدا الكشف المبكر عند النساء عن طريق صور الماموغرام وكمان أنواع أخرى من الصور حسب خطر الإصابة تبع الست فالكشف مبكر للسرطان عند الأنثى وكشف مبكر عن سرطان البروستات عند الرجل برضو عن طريق فحص دم بسيط بيشوف إشي اسمه PSA Protein Specific Antigen هو بروتين في الدم بيرتفع مع الإصابة بسرطان البروستات ومنطلع على الدرجة تبعته برضو درجة التغير مع الزمن بس البروستات يعني حالة خاصة شوي لأنه البروستات يعني سرطان البروستات كثير مرتبط بالتقدم في العمر ومعظم الرجال أو نسبة عالية من الرجال رح يصيبهم سرطان البروستات بس بش معناه أنه رح يتوفوا من سرطان البروستات فكثير من الناس أو كثير الناس يكون أنتهم بعض الخلايا السرطانية لما يتقدموا في العمر بس مش معناه أنه دائما لازم يدخلوا بعلاج السرطان اللي بنسمع عنه الكيماوي والأشياء هاي وممكن نحكي شوي عن علاجات السرطان هل كل السرطانات علاجها بهذه الحدية؟ لا يعني عادي ممكن مثلا زي السرطان ببروستات ممكن تعالجة بعلاج عادي أحيانا ممكن ما نعالجها أصلا وما يموتك؟ مش دائما خاصة السرطان البروستات إذا كان كان يعني إذا طلعنا عليه تحت المايكروسكوب وكان محصور بمنطقة بعينة وعادة إيش نستخرج ومنعمل عملية بس يعني أحيانا في استراتيجية الواتش ويت بس من الراغبه كل فترة منعمل الفحص منشوفه عم بتغير إذا صار يتغير بشكل سريع ممكن بعدين متدخل علاجيا بس بالشكل عام يعني في خلينا نحكي ثلاث تصنيفات لعلاجات السرطان القطع الحرق والسم أو القطع اللي هو الجراحة نستأصل الورم الحرق عن طريق يعني بحكي الحرق بس أنا قصدي العلاج بالأشعة اللي هو زي الأشعة العادية اللي منعرفها الأشعة المقطعية وأشعة الأشعة الصدر مثلا نفسها بس منركزها بجرعة كثير عالية بمنطقة الورم نفسه هذا هو التخصص الدقيق تبعي بعدها فمنركز الأشعة بمنطقة الورم ومندمر الخلايا السرطانية وهذا عالم بعدها في العلاجات أنا سميتها السم اللي هي العلاجات الكيموية وبعدها في العلاجات الأحدث اللي هي العلاجات المستهدفة اللي تستهدف الأنواع معينة من السرطان في علاجات هرمونية يعني مثلا سرطان البروستات بتغذى على التستسترون فالشخاص اللي عندهم سرطان البروستات في كثير من أحيان بنعطيهم أدوية بتغذبط التستسترون ونفس اللي شيء فيه السرطان الثدي في كثير من الأحيان بنعطيهم أدوية بتخفض الأستروجين اللي هي هرمونات الانتوية وتحل المشكلة بدون تدخل أو يعني بتكون هي علاج مساعد في معظم الأحيان وفي حديثاً كمان في علاجات المناعية اللي بتنشط الجهاز المناعي تبعاً إنه يستهدف للسرطان وهذا تطور كبير صار آخر فترة في علاجات السرطان فوجود السرطان ليس بالضرورة يعني أن علاجه كيماوي وعلاجه معقد ممكن في علاجات بسيطة له هذا يعني في كثير من الحالات بيكون بس علاج جراحي وممكن نعطي يعني علاج آخر بعد العلاج الجراحي بيقلل من نسبة رجوع السرطان يعني إعادة تنشيط الخلايا السرطانية رغم أن الناس يعني أكثر شيء يربقهم هو السرطان والحين تحطى أو مبامت يعني الدراسات أو الأبحاث تقول أنه ثاني مسبب للوفا العالم لأنك تقول برضو لو لنفترض أنهم اخترعوا علاج بكرة أنه قادر على علاج السرطان مباشرة أنه بيزيد عمر الإنسان بمعدل ثلاث سنين إلى خمس سنين فقط يعني كل هذه الدوشة بس أشنا ثلاث سنين أو أربع سنين لا هي مش هيك هي لما نحكي عنها كمعدل يعني آه فعلا يعني في دراسة حلوة على هذا الموضوع عملت بالتسعينات بس اتطلعوا على أنه آه لو علاج السرطان بعد ما يحدث كمعدل نحن ما منزيد عمار البشرية يعني أكثر من ثلاث إلى خمس سنين خليني نحكي بس الشخص نفسه لما ينصاب بيختلف يعني أنا لو أنصاب بالسرطان بكرة وبعدين تم علاجي منه رح على أغلب معدل عمري رح يزيد أكثر من ثلاث سنين إلى خمس سنين فأنا عم بحكي عن معدل والهدف هون أنه أحكي أنه الأهم من أنه نعالج المرض بعد حدوثه هو أنه نمنع حدوثه من الأساس فهذا الأشي ممكن بشكل أكبر أمراض القلب والأمراض الأيضية إلى حد أقل ممكن بالسرطان لأنه ما منعرف كيف نمنعه لحد الآن فعشان يكون الكشف المبكر مهم مثل ما حكيت وفيه شغلة مهمة أنه واحدة من الفحوصات والتدخلات الطبية الكثير ناجحة في الكشف المبكر ومنع تكون أحدى أنواع السرطان اللي هو سرطان القولون هو التنظير التنظير اللي هو يدخل على القولون ويتطلع على الطبيب وبيستقصل الأورام أو تغيرات المبكرة في القولون تخيل سرطان القولون هو سرطان شائع نوعا ما هو يعني 99% من الحالات يمكن تفاديها بالكشف المبكر بالكشف المبكر و يعني بأمريكا التوصيات هي أنه أي شخص بعد سن أعتقد بعد سن 45 لازم يعمل تنظير بس معظم الناس يعني 65% من الناس اللي يعني ممكن يعملوا تنظير ما بيعملوه بس هو متاح لإلهم وفي معظم الدول في برامج كشف المبكر بس معظم الناس ما بتقدم عليها فمفروض مفروض في الحالة المثالية أنه ما أحدا ينصاب بسرطان القلون واحدة من السرطانات اللي بس تتقدم يعني علاجها سيئة جدا لأنه يعني بيتم استقصال جزء كبير من القلون والمشاكل الحياتية اللي بعدين في كتير من الأحيان سيئة جدا ورغم أنه كان فيه احتمالية كبيرة لتفادي كبيرة جدا لأنه السرطان يعني بتسمع عن مراحل السرطان ستيج فور مرحل الرابعة شو معناها المراحل هي لما يكون المرحلة السرطان بالمرحلة الأولى عادة ثم بنصنف السرطان يعني بشكل مبسط على أربع مراحل المرحلة الأولى هو لساته بس تغير خلايا معينة في مكانها بعدين بس ينتشر أكثر شوي مرحلة الثانية ينتشر أكثر شوي مرحلة الثالثة بعدين مرحلة الرابعة بس ينتشر في مكان بعيد عن مكان نشوء السرطان فمثلا كان سرطان بالثدي وانتشر إلى الكبد هذا يعتبر انتشار بعيد وهذا الشيء يعتبر مرحلة الأخيرة والرابعة لأنه ما في مرحلة خمسة هون يصعب جداً إلاج السرطان بس بالمراحل اللي أبكرها لا يعني هو بالعكس نجاح الإلاج عالي يعني بشكل عام تقريباً 50% من حالات السرطان بشكل عام يتم الشفاء منها إنها نسبة كتير ناس ما بيعرفوها وكم تأخذ عادة المدة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة يعني ممكن تأخذ أشهر وممكن تأخذ سنين حسب نوع السرطان وحسب الشخص والعادة تنصح بأن الواحد يبدأ يكشف من بعد الأربعين هو الكشف مبكر حسب خطر الإصابة فإذا في ناس عندهم تغيرات جينية أو زيادة خطر الإصابة وراثياً بيحتاجوا يمكن يكشفوا بعمر أبكر فيفضل الواحد يتباعي يعني التعليمات المحلية تبعاً بس في فحوصات من جديد عم تطلع هي فحوصات دم ممكن تكشف عن وجود السرطان في الجسم بشكل مبكر لسه ما تمت دراستها بشكل كامل بس عليها دراسات كبيرة هلأ في برطانيا وامريكا عم تظهر نتائج أولية جيدة اللي هي تخيل فحص دم بسيط بيفحص المادة الوراثية تبعت الخلية الخلايا السرطانية فيها مادة وراثية جينات مثل كل الخلايا الأخرى بس الخلايا السرطانية عشوائية جداً وفيها كتير يعني بتتسرب منها محتوياتها فالمادة الوراثية تبعت الخلية السرطانية ممكن تتسرب للدم وبتكون موجودة في دمنا فممكن نعمل فحص دم بسيط يكشف عن وجود المادة الوراثية هاي السرطانية ويعطينا انديكيشن يعطينا فكرة أنه فيه خلايا سرطانية في جسمنا لأنه منحتاج تقريباً ناس يكمل عدد بس يمكن إشي زي مليون خلية عشان يظهر الورم في صورة الأشعة المقطعية فلو قدرنا نكشف عن وجود الخلايا السرطانية قبل ما تكبر لما يكون فيه بس عدد صغير يكون علاجة أسهل وأسهل يكون علاجة أسهل لأنه مثل ما حكينا كل ما كشفنا مبكراً عن وجود السرطان كل ما علاجه كان أنجح طيب كده قفلنا في السرطان أو لباقي النقطة؟ يمكن الفكرة اللي بدي أحكيها أنه كلنا عم نكون خلايا سرطانية بشكل مستمر يعني كلنا عم بصير فينا خلايا سرطانية بس أجسامنا الأجسام الصحية والأجسام اللي مناعتها جيدة يعني تكشف عن وجود هذا السرطان وبتعالجك منه تلقائياً فممكن يجي سرطان أو خلايا سرطانية والجسم يعالجها تلقائياً؟ هالشيء بصير فيه وفيك بشكل مستمر بس مع التقدم في العمر بتقل قدرتنا على هذا الشيء فأحيانا بعدين أحيانا بتظهر خلايا سرطانية وبتتغلب على المناعة تبعتنا وبتتغلب على جسمنا وبصير عنا مرض السرطان لايك فين الشر الآن الأمراض العصبية وهي برضو من الأمراض اللي تكتل جزء من الناس وعدد كبير من الناس ثارباً في المئة من الوفيات يكونوا بسبب أمراض عصبية وتوقع من الأشياء اللي الناس يعني تقلق منها ويخيفها اللي هو الزهايمن فلو نبدأ نتكلم عن الأمراض العصبية واحد من الأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر وهون عم نحكي عن الخرف أو الدمنشا والمسبب الأساسي لهذا المرض هو الزهايمن مثل ما حكيت أنت وبرضاً زهايمن بيبدأ مش عمر بكير مثلاً الثلاثينات أبمينات يعني متأخر شوي بس بيبدأ يعني يتكون شوي شوي فممكن يعني خلين نحكي نكشف عنه مبكراً بس مشكلة الأمراض أنه التدخلات الطبية اللي ممكن يعني استعملها لتقليل الإصابة فيها يمكن أقل شوي من يعني مشابهة شوي للسرطان خلينا نحكي حتى لو كشفنا عن وجودها التدخلات الطبية مش كثير ناجحة إلى الآن لإبطاء تقدمها بس الأشياء اللي ممكن نعملها هي الأشياء اللي حكينا عنها الأساسية اللي هي الرياضة مثلاً مرتبطة بشكل كبير بتقليل نسبة الإصابة مقاومة الإنسلين يعني فيه ناس بسموه الدمنشا أو الخرف بسموه السكري من النوع الثالث لأنه مرتبط بشكل كبير بالطراب تنظيم سكر الدم فإذا منحافظ على سكر الدم جيد وأيض جيد هذا الشيء بقينا بشكل كبير من الإصابة بالخرف والزهايمر والوزن الجيد والأشياء هاي وفيه فحوصات فيه ناس عندهم قابلية جينية للإصابة بالخرف والزهايمر أكثر من غيره وكتبت تويت عن هذا الموضوع قبل فترة وصار هجموني بعض الزملاء لأنه حكيت عن هذا الموضوع لأنه فيه فحص جيني ممكن نعمله بيكشف عن وجود تغيرات جينية معينة اللي هو جين اسمه الأيبو إي ففيه أنواع مختلفة كلنا عندنا هذا الجين بس فيه أنواع مختلفة منه فيه أيبو إي تو وثري وفور الناس اللي عندهم نسخة أو نسختين من فور قابلية إصابتهم بالخرف أعلى كثير من غيرهم حتى لما نطلع على أدمغتهم بالصور المقطعية أدمغتهم أصغر بيكون يعني الضمور تباحة بيكون أسرع من أدمغت الناس الآخرين مش كان ما أخذهم عليك؟ كان ما أخذهم علي أنه عم بشجع الناس أنه يعملوا هذا الفحص بس هو يعني بالآخر هو بس رح يدي للقلق وما رح يدي ما في دليل واضح لا مش منه ما في دليل ما في تدخل بتيقر تعمله مش actionable يعني ما رح يدي لدوى معين مثلاً يقلل الإصابة هو حقيقي ويعني كان ردي أنه أنا ما عم بشجع الناس أنه يعملوه بس فيه ناس بتسألني أنا بدي أعرف إذا عندي قابلية أولا زائدة أولا عن الآخرين فإذا حابب تعرف من الفحوصات اللي ممكن تعملها هذا الفحص بس إذا بدك تعمله لازم تعرف أنه إذا يعني لازم تكون عارف أنه إذا عندك هذا الجين وعندك إصابة زائدة أو نسبة إصابة زائدة يعني الأشياء اللي رح تعملها هي مشابهة لأي شخص ثاني هي الرياضة والأكل الجيد ومحافظة على وزن جيد فهي ممكن تكون يعني تعطيك دافع أنك تحافظ على يعني أسلوب حياة جيد لأنه عندك نسبة إصابة زائدة بس كمان شغلة يعني الناس يعني ما بيفهموها بالقابلية الجينية إنه مش معنانه عندك قابلية جينية لشيء معين معناته رح يصيبك مية بالمية هي بس شغلة يعني نسب عندك نسبة يمكن أعلى شوي من الآخرين مش معنانه يعني حتماً رح يصيبك هذا الشيء طب فكرة أني أنسى هل هي دلالة أعلن حترك أنت في الثلاثينات أو في الآشرينات إنه ألزهايمر أو الخرف لا عشان يعني تصنيف الخرف أو التشخيص بالخرف إلو كرايتيريا إلو طرق معينة للتشخيص فبس شغلة النسيانة الطبيعية يعني عادي بس إذا صارت الشغلة تأثر على الوظائف اليومية في أسئلة معينة أو يعني كوستنيرز معينة ممكن يعني نسألها للشخص عشان نكشف عن وجود يعني نسيان مرضي فعني صعب الواحد يصنف حاله إذا عنده خرف أو لا مثل إيش يعني يعني في كثير أدوات منستعملها واحدة منهم مثلا نسألك مثلا إيش تاريخ اليوم إيش وين أنت في أي مكان يعني أشياء زي هيك أشياء أساسية فإذا الشخص يعني عنده مشاكل بهذه الشغلات يعني هذا الأشي يعني بخلينا نعتقد أنه احتمال كبير يكون عنده نسيان مرضي بس في فحوصات يعني يمكن أعمق شوي اسمها Neuro Cognitive Testing هي أسئلة رياضية أسئلة يعني أشكال معينة بتصير تصنفها بطرق معينة بتصير تقلدها فهذا الأشي يعطيك يعني يمكن فكرة أعمق وفيها الآن فحوصات على التابلت بتنعمل تعطيك مثلا صور سريعة يسألك عنها وبتقيس الحركة تابعتك وهذه الأشياء يعني تعطيك دلائل أولية على وجود انخفاض في القدرة العقلية مش خرف خلينا نحكي بدايات الخرف مطر اشتري خليا بس نايمة منيح مش شارب قهوة هالأشياء بتأثر على التركيز والنسيان بشكل عام والكشف عنها مبكرة ما له أي قيمة يعني يبدو لي لأنه ما يمديك التعالج يعني حسب الجخص في ناس بحبه يعرفه في ناس ما بحبه يعرفه لا حسب مشكلة والله ومش دقيق جدا يعني ما في فحص يرح يطيك مئة من مئة انك انت رح تنصاب بهذا الشيء الله يسهل يا رب طيب هل فيها التمارين أو الشياء معينة أو حتى مكملات غذائية تساعد الإنسان أنه يخلي ذكرته أفضل الرياضة بشكل عام بتأدي لأفراز شيء اسمه BDNF هو بروتين بينفرز في الدماغ ويعني مخصص بشكل كبير بالرياضة فصعب الحصول عليه بدون ما نمارس الرياضة وهالشي بيحمي الوصلات العصبية يعني يفرجوا بالدراسات أنه بيأثر بشكل مباشر بالوصلات العصبية وبيزيد قوتها فالرياضة لابد منها المقاومة كل أنواع الرياضة كل أنواع الرياضة بس الكارديو بشكل خاص بس أعتقد كمان المقاومة يعني أعتقد كل أنواع الرياضة بتزيد من إفراز هذا البروتين كمكملات غذائية زيت السمك مرتبط شوي بالحماية العصبية وبالأخص إذا حصلنا عليه من مصادر طبيعية يعني السامن مثلا السلمون والأسماك الغنية بزيوت السمك ممكن نحصل عليها من المكملات الغذائية برضو في واحد من العلماء العصاب المتخصصين بهذا المجال هو حكا لي أنه هو بينصح أن الحصول عليها من مصادر طبيعية وبيعتقد أنه الحصول عليها من مكملات الغذائية غير كافي بينصح أنه الواحد يتناول أسماك غنية بزيوت مرتين أسبوعيا على الأغل وأنت في الرياض يعني السمك تطلع من الجبل طيب في شيء ثاني تتوقع أنه ما تكلمنا عنه وكان مهم شيء بزيد التركيز القهوة والله آه القهوة يعني يمكن في كثير ناس يسألوا عن إيه شوي مكمل غذائي يخلينا أركز أكثر معظم المكملات الغذائية اللي بتزيد التركيز طبعا كيف عليها تحتوي على كافيين بس الماتشا مفيد الماتشا لا أعرف صراحة يمكن فيه شوية كافيين ولا لا ما أعرف هم يشربوه يقولوا أنه مفيد لله أو البيتولف معظم الناس بتفكر أنه إذا بتناول بيتولف هذا الاشي بيقوي ذاكرة بس هذا الاشي بس إذا عندك نقص ومعظم الناس ما عندهم نقص يعني هاي توقع فيتامين دال يعني برضو النقص فيه غريب في المنطقة حتى عندنا من الخليج لأنه يعني إحنا ما نتعرض للشمس كثير ما عندنا شمس كثير بس يعني بسيمكن لأنه الشمس حادة عندنا وطريقة نمط الحياة ما يخليك تطلع يمكن بس في كل العالم النقص فيتامين دال موجود بسبب أسلوب الحياة الحديث اللي عادة بيكون داخل المنازل والسيارة وغيرها طيب بالنسبة للحلقة فيه شيء معين كان وديك نتكلم فيه ما تكلم فيه لا أعتقد كيف تغطينا كل شيء شكرا لك الله يعطيك راح الله أفيدك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لعمر الشنقيطي سيلبا عبدالله فيه إعداد الحلقة وخلف الكاميرات وهاب موسى وفيه تحرير محمد نور شمت وفيه التلوين عبدالنوجيد العطاس والتسجيل الصوتي والهندسة الصوتية أبد عزيز المزي ومنتج فنجان أيمن الحمادي وفيه دارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السباعي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر وتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل القرق طيب فيه أسئلة الجمهور بسم الله أنا حسن يهتم مرة بالأمراض العصبية أسنى تخور فيه فعيش فيه أمراض غير الزهايمة يعني اللي ممكن واحد يصار فيها وإيش السلوكيات اللي اللي في نمط حياتي الواحد هالي تخليها أقرب لأنه يصار فيها فيه الباركنسونز واحدة من الأمراض العصبية المتعلقة الحركية بتأدي يعني بتشوف أنت بعض الناس بكون تعبير وجههم ثابتة عندهم رجفة بأيديهم حركتهم روبوتية خفيفة أو بطيئة هذا مرض الباركنسونز فيش كتير أشياء بتقريب تعملها نكتقي نفسك من الباركنسونز غير يعني أسلوب الحياة الصحية بشكل عام بس بالنسبة للخرف كمان في بعض الأدلة بتشير أنه حميلة الكيتو بتساعد بالحماية الدماغ من تقدم الخرف عجيب هو شيء يعني مثير للاهتمام بعرش قديت نسبة التأثير بس في بعض الأدلة يعني فيها مرة قريت توقع عنها تغريدة شيء لأنه كل شيء يجيك يقول لك ورا إذا خدت مثلا المحليات بدل السكر أنها تزيد نسبة السرطان مثلا إذا ما أدري إيش أنه بيزيد السرطان فكثرت الأشياء يعني فيه أكل يجيب السرطان فيه مشروبات يجيب السرطان وغيره فكان يقول أنه كل إنسان نسبة تعرضة للسرطان خمسة إلى ستة في المئة مثلا كل الناس فأنت بيجيك بهذه النسبة لو أخدت كل اللي يقولوا عليه هي يمكن تصير خمسة فاصلة خمسة ونص بالظبط يعني ما يفرق يعني الصدق بالظبط وهذا الفرق بين النسبة relative risk وال absolute risk أو زياد الخطر المطلق والخطر النسبي وهاي كثير بتشوفها بال يعني بالإعلام بصري كيلك مثلا تناول القهوة بزيد نسبة إصابتك بسرطان الكذا بنسبة 50% بس هي هاي النسبة النسبية أو الخطر النسبي بس فعليا الخطر المطلق هو 0.1 صار 0.15 شيء جيني يمكن شغلة ما حكينا احنا عنها بالحلقة هي عن يعني ايش اللي بأدي للتقدم في العمور حكينا شوي عنها بالحلقة الماضية بس يعني ما حكينا عنها كثير يعني هاي العمليات تستمر ما بعد البلوغ وهي اللي بتأدي للتقدم في العمور فزي السيارة اللي ماشي بشكل سريع على الهايوي بعدين تروح على طريق فرعي وضلك ماشي بنفس السرعة فأحنا يعني هذا هو التقدم في العمور هذا الدافع الأساسي للتقدم في العمور فهلأ العلماء عم بيبحثوا عن أدوية ممكن تتبطئ هاي العملية فهذا الشي ممكن يعني مستقبلا يعني أدي لأنه ناخذ أدوية بتبطئ كل عملية التقدم في العمور تقدم العمور حسنا مرة مشكلة بس إنه ممكن لو بدنا نستخدم تعديلات الجينية وصارت متاحة ونسبة الأمام فيها عالية توقع هاي بتحل ماذا من المشاكل يعني هاي من التدخلات الطبية المستقبلية اللي ممكن تحل سميها العمر أو العمر تبعنا الجيني أو خلينا نحكي العمر الأقصى الجيني تبعنا عمر الإنسان الأقصى تقريبا 120 سنة جينيا خلص حتى لو عملت كل الأشياء الحياتي اللي حكينا عنها وكنت مثالي 100 ب100 وعندك جينات رائعة جدا ما رح تعيش أكثر من 120 سنة تقريبا فالإشي اللي رح يخلينا نتعدى هذا العمر الوحيد لحد الآن اللي بنعتقد أنه ممكن يساعد هو التعديل الجيني بس لسه في طور البحث المخبري يعني اللي هي مع كاسبر وغيره فأنه ممكن يعني إذا السرطان هو جينات تخرب وسيف رياع عطب فتروح تصلحها تنتهي المشكلة إذا الخرف وجينات أنت جلس تشوف أنه تتبعتها ولقيت أنه هذه اللي أخبطتها فتروح ترجعها وتعدلها أحسن موضوع المشاكل اللي أقدر الخرف بتنتهي بس الموضوع عقب كثير من هيك لأنه يعني التقنية اللي حكيت عنها أنت كريسبر وغيرها يعني التقنيات التعديل الجيني نقدر نستخدمها على خلية واحدة خليتين بس مليارات الخلية في الجسم صعب نوصلها أصلا عشان نقدر نعدل الجينات ثاني فهمنا للجينات ووظائفها مش كامل يعني احنا ما بنعرف بالظبط يعني إيش الجينات اللي لازم نعدلها وهل هاي التعديلات رح يكون لها أثار جانبية يعني لسه الفهم مش كامل لطريقة الوصول لطريقة التعديل لوظائف الجينات المتعلقة بالتقدم في العمر فوضوع معقد جدا لسه فهمنا في يوم يعني بسيط نوعا ما بس عم بتطور يعني والله عيني رب في هذه الحرمة اللي عمرت الفرنسية توقع أمرها 117 سنة كانت تدخل إلى كان دخل أن ماتت يمكن وأكلها عادي وهي أكثر واحدة معمرة هاي أكبر من أكبر المغالطات اللي عند الناس لما نطلع على المعمرين أنه نطلع على أسلوب حياتهم بس فعليا الناس المعمرين اللي هم يعيشوا أكثر من 100 سنة عند النساء المعمرات نسبة التدخين أعلى من الطبيعي من المعدل كذلك فمعنات تدخين صحي معنات التدخين صحي لا بس لأنه أحنا عم نطلع على الأسلوب الحياة بس فعليا اللي بيخليهم يعمروا لهذه الدرجة مش أسلوب الحياة تبعا الجينات عندهم جينات قابلية جينية للتعمير أعلى من الطبيعي وعندهم حماية جينية كمان يعني عندهم جينات معينة بتحميهم من الآثار السلبية للتدخين فهم بيعمروا يعني مو لنمط حياتهم إنما للجينات اللي عندهم بيعمروا بالرغم من أسلوب حياتهم مش بسبب أسلوب حياتهم بس السلوكيات السلوكيات اللي تخليك أكثر عرضة للأمراض العصبية النمط الحياة وش نمط الحياة اللي يخليك أكثر يمكن أكثر الشي الخمول وعدم الحركة والوزن الزائد هاي الأشياء يمكن أهم شغلة بتأدي للمشاكل العصبية المتعلقة بالتخدم في العمر شبعلا كيف الرياضة حس إنها عنصر مهم في كل هذا التفاصيل 100% خليك في النادي مضطر أصلا مضطعت ليش أعطيني سؤالك ميش علاقات يعني في ناس كثير تقول صح العلاقات يعني جودة علاقاتك يعني في واحدة من الدراسات الكبيرة اللي عملت بهارفرد على هذا الموضوع نتبعوا عدد كبير من الناس لفترة طويلة وشافوا إنه العلاقات الجيدة وكانت يعني كانت علاقة غوية مع طول العمر بس هل هالشيء صحيح ولا هل الناس الصحيين اللي عمرهم طويل هم عندهم الوقت إن يكون عندهم علاقات جيدة يعني في دراسة ثانية على الهوايات مثلا ربطوا الهوايات بالتقدم في العمر والصحة بس أعتقد إن الناس اللي صحتهم جيدة بيقدروا يمارسوا هواياتهم يمكن العلاقة عكسية تكون ممكن بس ممكن برضو اللي عنده علاقات سيئة يكون عنده توتر عالي أكيد فيه علاقة بس يعني قده قوة هاي العلاقة وقده منها علاقة عكسية بارش في تغريدة لك واندري والله وانقاريها اللي إنه الواحد اللي ما عنده علاقات جيدة كأنه يدخن خمساشر لا هاي كانت عن العزلة فآه العزلة الاجتماعية آثارها السلبية السيئة جداً على الصحة وللأسف هالشي بيصير أكتر يعني في المجتمعات الغربية بس يعني قاعد بزيد شوي في مجتمعاتنا اللي هو إنه الشخص يكون منعزل وخاصة عند الكبار في السن اللي يعني يمكن ما عنده أولاد أو أولاد مسافرين أو كذا وبصفي يعني فيه بيت منعزل ما عنده عمل ما عنده حدا حواليه هالشي آثاره السلبية مثل التدخين مشابهة للتدخين يعني هيافة موجودة بالعالم بشكل كبير شكراً للمشاهدة